بسم الله وبدء الكلام يقتبسه لساني من حروف سادة الأنام لنهتدي إلى الرشاد بتراث إمامنا زين العباد فنفتتح الحديث بالحامدية التي احتوتها الصحائف السجادية الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا واخترعهم على مشيته اختراعا ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعطرته الأطائب المطهرين والسادة المنتجبين والهداة المهديين والشفعاء في يوم الدين عليهم أفضل صلاة المصلين الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمون أصحاب السماحة والفضيلة من الحضور جميعا لصفاتهم جميعا أنحني إجلالا وإكراما ولأسمائهم أقبلهم بين عيونهم واحدا واحدا إنه لفضل يمنحنا إياه سيدها لنجتمع في جواره مثل زهرة اجتمعت مياسمها جمالا وفي صباح تسللت فيه خيوط الشمس موالية على أعتاب الذين خلق الله السماء المبنية والأرض المدحية والقمر المنير والشمس المضيئة والفلك الدوار والبحر الجاري والفلك الساري لأجلهم ومحبتهم سلام الله عليهم أجمعين يلم شملنا المتشبع بالإمامة والمتهافت لأجلها سيد الولاء وساقي عطاش الحب أبو الفضل العباس سلام الله عليه لنكمل فعاليات أسبوع الإمامة الدولي الثاني حيث تقيم الأمانة العامة للعثبة العباسية المقدسة قسم الشؤون الفكرية والثقافية مؤتمر الإمام السجاد عليه السلام الدولي الثاني أصحاب الفضيلة والكرامة تجمعنا وفي الجمع استقامة إليكم يبعث القلب سلاماً وعقلي ينحني يطفي احترامه بمؤتمر ينظمه عميد إمام الفضل سلطان الخدامة لنحيي فكر مدرسة تسامت وروت قلبنا وشفت كلامه لزين العابدين به حديث وهذا سرد أسبوع الإمامة كل الكلام في هذا المقام فيه نفع كبير ولكن خيره أن نبدأ بخير الكلام وأحسنه بكلام الله المبين ونشير في ذلك لحديث ممن وسم مؤتمرنا أو ممن وسم مؤتمرنا باسمه إمامنا زين العابدين سلام الله عليه حيث قال عليه السلام كتاب الله عز وجل على أربعة أشياء على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء أيها الكرام تلاوة الافتتاح بصوت القارئ الأستاذ محمد رضى الزبيدي قارئ العتبتين المقدستين فليتفضل محفوفا بعدد الملائكة الذين يحصون فضل الصلاة على محمد وآل محمد الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقي وَلَا تَتَّبِعُوا الْسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّىٰكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَلَا تَتَّبِعُوا الْسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّىٰكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَغُدَى وَغُدًا وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُوحَمُونَ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَنَّا أَهْدَى مِنْ هُبْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ صَلَوَاتِ أَحْسَنْتَ وَبُورِكْتَ وَطَيَّبَ اللَّهُ أَنْفَاسَكَ لِأَنَّكَ أَسْمَعْتَنَا آيَاتِ اللَّهِ الْبَيِّنَاتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ يُدْفَعُ عَنْ قَارِئِ الْقُرْآنَ بَلَاءُ الدُّنْيَا وَيُدْفَعُ عَنْ مُسْتَمِعِ الْقُرْآنَ بَلَاءُ الْآخِرَةِ اعتقدوا بأن الموت دون عطاء لا يمنح الخلود فخاطبوا الوطن المكرم هبني فديتك موتا لا أموت به فالتمر إن جف في أعذاقه حشف وضعوا نصب أعينهم أمير الوفاء وقائد جنود العقيدة والولاء أبا الفضل العباس عليه السلام وهم يتمثلونه يا مستفزا وسيف الله في يده ونصب عينيه بيت الله والنجف مالت موازين كل الأرض وهو على قطبيه هولة صبر ليس ينحرف ما شابكت هدبها عين ولا انقبضت كف ولا سقطت عن أختها كتف بل واقفا جبلا ساقاه تحتهما تكاد أقسى رواس الأرض تنخسف فهم أولئي شهداء العراق والراحلين من الوطن من أصحاب الرسالة والعطاء نقف لنقرأ على أرواحهم الطاهر الفاتحة أولا ويستمر الوقوف إجلالا لنشيد العتبة العباسية المقدسة الموسوم بلحن الإباء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وقد كنت جيش الفدال الحسين وقد كنت جيش الفدال الحسين سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين جعل الله الفاتحة واصلة لأرواح الراحلين وهي مرسال عرفان نبعثها بوساطة المولى بالفضل العباسي سلام الله عليها أيها الكرام كلمة اللجنتين العلمية والتعظيرية يتفضل بإلقائها رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة السيد عقيل الياسر دام توفيقه فليتفضل محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة السادة الأفاضل أعضاء مجلس الإدارة المؤقر جناب السيد نائب الأمين العام دام توفيقه السادة الفضلاء أصحاب السماحة والفضيلة كل حسب رتمته ومقامه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امتثالا لرؤية الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة في إظهار الهوية العالمية للإمامة ودورها في توطيح ما جاءت به الرسالة النبوية السبحان ولعظيم ما تمثله شخصية مولانا الإمام علي بن الحسين عليه السلام السجاد من فضائل وقيم ودروس في تعليم ونشر المفاهيم الإنسانية وما تركه من تراث ثر كان منه زبور آل محمد ألا وهي الصحيفة السجادية التي أغنت المسلمين بأسمى وأبلغ الدروس العلمية لأدب الدعاء والمناجات ورسالة الحقوق التي هي المسار والمنهاج الحق الذي لو سار عليه سكان العالم لبلغوا أعلى مراتب الكمال فنهل من علومه وآثاره العلماء والمفكرون محاولة منهم لأن يفهموا مكنون هذه العلوم فمن هذا المنطلق وللمساهمة في نشر علوم ومعارف أهل البيت عليه السلام قام قسم شؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة بفتح الباب للسادة الأفاضل من الأساتذة أصحاب السماحة والفضيلة وذوي الإختصاص من السادة الأكاديميون والمفكرون لأن ينهلوا من هذا العذب الصافي من علوم هذا الإمام الهمام الذي أزال الزيفة وعرى سيرة آل أمية وأوضح للعالم أجمع عظمة جرم الذي ارتكبوه بحق أبيه الإمام الحسين عليه السلام صبط الرسول صلى الله عليه وآله من خلال المنهج الذي اختطه لنفسه ألا وهو البكاء والحزن الطويل إذ إنه عد سلام الله عليه من البكائين الخمسة سادة الأفاضل نبين لجنابكم الكريم أنه في مؤتمرنا هذا بنسخته الثانية وصلت إلى اللجنة التحضيرية تسعة وعشرون بحثا قبل منها سبعة عشر بحثا لمطابقتها محاور المؤتمر ورفض منها اثنى عشر بحثا وقد كانت المشاركات من دول عدة وهي المغرب الجزائر الكويت الجمهورية الإسلامية الإيرانية فضلا عن البلد المضيف العراق وتم انتخاب مجموعة من البحوث ليتم إلقاؤها من قبل باحثي الكرام على هذه المنصة المباركة أما البحوث الباقية فسيتم طباعتها مع البحوث التي يتم إلقاؤها في مجلد خاص ضمن وقاع أسبوع الإمامة الدولي الثاني ختاما نتقدم بوافر الشكري وعظيم الامتنان إلى سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي دامعزو لمتابعته ودعمه المباشر لإقامة مثل هكذا مؤتمرات علمية متخصصة والشكر الجزيل والثناء الكبير إلى جناب السيد الفاضل السيد الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة جناب السيد مصطفى أغضياء الدين والشكر موصول إلى جناب السيد الأمين العام والسادة أعضاء مجلس الإدارة السادة الأفاضل لتوجيهاتهم وإرشادهم ودعمهم اللامحدود لنا في هذا المحفل المبارك الشكر كل شكر إلى كافة أقسام العتبة العباسية المقدسة من سادة مسؤولين ومنتسبين وخدام لخدماتهم الجليلة ومؤازرتهم لنا في إقامة هذا المؤتمر المبارك سادة الأفاضل هناك عدة من التوصيات خلصت لها اللجنة التحضيرية نقرأها على مسامعكم الكريمة أولاً الاستمرار بنعقاد مثل هذه المحافل العلمية لأنها زاد معرفي متنوع للعالم الإسلامي والإنساني ثانياً العمل على نشر المبادئ التربوية والحقوقية للإمام السجاد عليه السلام في شكل مطبوعات سهلة الحمل ولوحات خطية تعلق في مؤسسات العتبة العباسية المقدسة والمؤسسات الأخرى ولا سيما التعليمية منها عقد ورش عمل للتعريف بقيام التسامح والسمو النفسي التي عرف بها الإمام السجاد عليه السلام والتي يحتاجها مجتمعنا هذا اليوم ولا سيما في معالجة حالات التفكك الأسري وقضايا محاربة العنف والعنصرية رابعاً إدخال مبادئ حقوق الإنسان العامة والخاصة التي أرساها الإمام السجاد عليه السلام في رسالته رسالة الحقوق في مناهج كليات القانون واقتراح دراستها في القانون المقارن السادة الأفاضل الضيوف الكرام نشكر حضوركم وتشرفكم بهذه الزيارة وتجشمكم عناء السفر خصوصاً من خارج البلد ومن خارج محافظة كربلاء المقدسة السادة الباحثين نشكركم جزيل الشكر على ما جادت به أقلامكم من أفكار وطروحات ستغني المكتبة الأدبية والإسلامية والساحة العلمية وندعو الله العلي القدير أن يأخذ بأيدي القائمين على هذا المحفل المبارك والأسبوع المبارك ويكتب له ولهم النجاح والسداد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله طيبين الطاهرين وغافر الشكر والامتنان لرئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة السيد عقيل الياسر نبقى في رحاب الإمام السجال سلام الله عليه وفكره وتراثه نقول عانت الأمة في عصر الإمام زين العابدين عليه السلام من ركود فكري وتدهور علمي وثقافي خطير فقد سعت الحكومة الأموية بشكل رسمي لمحاربة العلم وإماتة الوعي لضمان بقائها على كرسي الحكم ونهب ثروات الأمة والتحكم في مصيرها وقد شاهد الإمام زين العابدين سلام الله عليه ذبول الحياة الفكرية وانتشار الجهل فأسس مدرسته الكبرى التي انضم إليها العديد من رجال العلم والتشريع ولم تعرف الأمة في ذلك العصر فائدة أعظم ولا أنفع من جهود الإمام عليه السلام في تأسيس مدرسته العلمية وفتح أفاق الفكر والعلم وهكذا أيها الأكارم أيها الأفاضل أيها الحضور الكريم نسرع شريط الأحداث لنصل إلى عصرنا الحالي فنشهد تخبط الإنسانية وهي تتهاوى في درك سحيق وتغرق في ظلام دامس انحرفت عن سنن الكون وشذت عن الفطرة النقية التي فطرها الله عليها البشرية اليوم تعيش في قلق وحيرة تائهة في متاهات المادة غارقة في جحيم الحروب وجفاف الأرواح والقلوب أيها الكرام وهي بحاجة ماسة لاستنشاق نسائم الحياة الكريمة من هدي العترة الطاهرة الذين هم نفحة من رحمات الله التي تفضل بها على عباده لذا فإن وجودكم أيها الكرام اليوم هو ضرورة ملحة لا غنى لنا عنها إن قلوبنا تتعطش لنور هديهم وأرواحنا تتوق إلى دفء حبهم فهم سفينة النجاة في بحر الحياة المتلاطم وهم المنارة التي تضيء دروب الظلام فحري بنا أن نتعلق بحبال سيرتهم ونتأمل في نفحات حياتهم لنجد فيها العزاء والسكينة ونسير على خطاهم نحو حياة مليئة بالسلام والرحمة أيها الأفاضل كلمة افتتاحية لسماحة السيد حسين الحكيم دامت بركاته من مجلسه إلى المنصة نريد أن نستقبله بصلاة عالية على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هي تمثل التخصيص أو التقييد للإطلاق أو تمثل الاستثناء وهذه قضية يحتاج لها حديث واسع كيف نوازن بين الآية الكريمة وبين بعض النصوص الأخرى وموقع البراءة من ذلك موقع الجهاد من ذلك إلى آخره حديث واسع ولست بصدده الآن لأنه فيه كلام مفصل على نحو الإجمال شخصية الإمام زين العابدين هي من الشخصيات الاستثنائية بشكل طبيعي ليس فقط على مستوى البشرية عموما وإنما حتى على مستوى النخبة الأولى والصفوة الأولى الإنسانية اللي هي الأنبياء والأوصياء ولا سيما أوصياء النبي صلى الله عليه وآله الذين لهم مقامهم الاستثنائي عند الله عز وجل وهذه الشخصية فيها بعدان بعد قدسي وبعد بشري وهذا الأوان شغلي بالبعد البشري لكن لا بد أن أستحذر هذه المقدمة كي لا يقتصر في الصورة على جزء منها ينتقص من مقام الإمام وشأن الإمام وإنما هذا الأمر هو أمر أساسي البعد القدسي أفتتح به البعد القدسي هو أقرأ النصوص فيه مرة أذكر عندما نزغت نازغة الشيطان على ألسن بعض المشاهير اللي كانوا يحاولون أن يقللون من هذا البعد في شخصية النبي وأهل البيت اضطررت أن أبحث في هذا الموضوع لإشباعه فوجدت حوالي سبعين حديثا بعضها تامة السند ومشتركة الدلالة على هذا البعد القدسي في شخصية النبي صلى الله عليه وآله والأم الآن أقرأ حديثين فقط من الكافي وسندهما تام وهذا ليس إلا نموذجا صغيرا من هذا الأمر في الرواية عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قال خلق أعظم من جبرايل وميكائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مع الأئمة وهو من الملكوت وفي رواية أخرى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عبد الله عليه السلام يقول يسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي قال خلق أعظم من جبرايل وميكائيل لم يكن مع أحد من من مضى غير محمد صلى الله عليه وآله وهو مع الأئمة يسددهم وليس كل ما طلب وجد إلى آخرها هذا يهم بها كلام أنه شنو معناها وإلى آخرها المهم هذه النقطة الأساسية التي أرجو أن كل باحث في هذا الشأن يأخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار ولو أنه يقول أني أريد أن أبحث عن مساحة أخرى لكن مو يصير تركيز البحث عن البعد البشري للمعصومين ويصير كأنما تهميش لهذا البعد بنحو قد يوحي بأن المعصومين صلى الله عليه عليهم ليسوا إلا هم هذا العنصر البشري العادي الخاص وعندما أقول هذا عنصر بشري ما أقصد أن ذاك عنصر مثلاً إلهي بذلك المعنم هو عنصر من لطف الله عز وجل من لطف الله عز وجل ورد في بعض طوائف النصص أن الأرواح خمسة وأحدها روح القدس ونحن نقرأ في دعاء الافتتاح وأيده بروح القدس وإلى آخره مما يمكن أن الإنسان يفتش عنه بسهولة ويجد ثراء عظيماً في هذا الجانب وأيضاً نأخذ بنظر الاعتبار هذه النقطة أن هذا البعد البشر الاعتيادي عند هؤلاء الصفوة لم يكن بعداً ضئيلاً ضعيفاً وأنه الأمور هم يعيشون في ربوع وربيع هذا البعد بحيث هم ليسوا لم يتعرضوا إلى محن وإلى آلام وشخصية الإمام زين العابدين نموذج بارز في هذا الشأن لأنه ظلم أي ظلم تحمل أي تحمل عانى أي معاناة وهذا المقام القدسي هو مقام يستحقه من يستحقه من من يصطفيه الله سبحانه وتعالى لأنه هو أهل لذلك باختياره وبكرامته التي يستحقها الله سبحانه وتعالى حكمته شاملة وعلاقته مع خلقه هي علاقة الرب مع المربوبين إنه ليس بين أحد وبين الله قرابة هذا بإشارة إلى أنه الأمور هي تتم ضمن هذه السياقات إذن هذا مدخل للمطلب أريد أن أتجاوز فيه بعض الإشكاليات التي قد يبتلى بها مطلب مثل مطلبي هذا الذي أريد أن أعرضه بخدمتكم وربما أيضا يتعرض له كل من يبحث في بعض الشؤون في جوانب الشخصية أو الاجتماعية عن النبي صلى الله عليه وآله ولا أما بحيث يصير به تجاوز على هذه الخصوصية في البعد البشري أركز لنا وقت محدود نجد ظاهرة عجيبة استثنائي في شخصية الإمام زيني رحمتي وهي اجتماع أمرين الظاهرة هي ليست كلا من الأمرين على انفراد وإنما الاجتماع بين أمرين اجتماع أمرين غريبة ويحتاجان إلى تفسير وهذا التفسير يمثل ثمرة هذه المسودة للأفكار التي يعرضها بخدمتكم علها تجد استحقاقها من البحث في هذا الشأن وإن شاء الله يثرى بأبحاث الباحثين إن لم يكن في هذا المؤتمر ربما في المؤتمرات القادمة إن شاء الله العمران هما أنه عاش ظروفا غير طبيعي من المحر والعدوان الفردي على شخصه والجماعي على الحسين وعائلته على المؤمنين على رسول الله يعني من بر رسول الله من بر رسول الله مجلس رسول الله عنوان خلافة رسول الله على رؤوس الأشهاد يشتم به رسول الله عند مجلس يزيد كما تعرفون تصوروا شنون يعني الموقف راح يكون مو أنه يشتمه أبو لهب أو أبو جهل ممن هم في خندق آخر هذه التعقيدات في المشهد تعقيدات غير طبيعية واستثنائية جدا خصوصا عند الإمام زين العابدين عليه السلام تنكر غدر شمات يعني هناك موقف من الشمات واقعا يعني إنسان يحتز له هو الإمام منكوب بالحسين وبأهل بيته بأب الفصل بعلي إلى أكبر إلى أخبر وهو جاء ومعه سبايا رسول الله بنات رسول الله يدخل إلى المدينة هذه المدينة هذه المدينة النبي غير هي مثلا تتلقاه بالتسلية يأتيه من يأتي ممن يشعر به هذا الحزازة تجاه المحمد ويقول له من المنتصر هذا الشيء ما هذا الواحد ما يقدر يوصفه وما عندناها لا شعر يقدر يعبر عن مشاعرنا في هذا المجال وبعض الأحيان الشعر يعني يصف المشهد الحسي يركز على المشاعر العاطفية المحدودة في بعض الأحيان الشعر قاصر عن أن يدرك هذه المعاني العظيم وأيضا هو عليه السلام لديه شعور عالي جدا بالمسؤولية والخشة من الله والشعور بالمسؤولية شعور ضاغط إنسان الآن هو عند مسؤولية الأخوة الكرام جزاهم الله خير الجزاء في إقامتهم لهذا المؤتمر من يصير عدهم وإن كان هذا مو التجربة الأولى النسخة الثانية لكن هم قد يكون عدهم شد وتوتر واهتمام وقلق وأرق من أجل أن ينجحوا لأنهم عدهم شعور بالمسؤولية تجاه هذه القضية هي قضية تيادية عدهم سياقات عدهم أمور فإذا كان إنسان يعرف من نقرة الصحيفة السجادية اللي هي تعبر عن شخصية الإماء وعلاقته مع الله نجد أن شعورا هائلا بالمسؤولية لهذا الدين التدين أمام الله الزوج وهذا هو بشكل طبيعي يكون ضاغط على الشخصية ويجب توتر فيها ويجب شد الأعصاب فيها بدرجة عالية هذا كل هذا الجانب اللي هو تفاصيل يحتاج لها مجلد كامل أو مجلدات حتى الإنسان يسردها ويشرحها لكن هذا نقطة واضحة ومعروفة ويحتاج لها كلام كثير خصوصا وأنا بين يدي هذا النخبة من العلماء والأكاديميين الكرام أعزهم الله وأعز بهم الإسلام الأمر الآخر الذي قلت أنه باجتماع الأمرين هو هذه الشخصية الإيجابية المستقرة 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 الطيبة المطمئنة الودودة القوية البعيدة عن التوتر عند الإمام زيني الرحمن ربما ربما المشهد المشهد من بعيد عندما يتحدث عن البكائين وإحنا عندنا نمطية معينة للبكاء يصير عندنا خطأ نحسب أنه هو من هذا الجاب لكن هو البكاء على الحسين هو ضاع وقرب وسمو وإحنا اليوم حتى عندما نبكي على الحسين هل نبكي كما نبكي مثلا قتلانا أو موتانا أو كذا لا لا أصلا عندنا سمو استثنائي ولهذا هو بكاء سعيد بكاء النبل بكاء الإمام زين العابدين على الحسين هذا البكاء بكاء الراضي بقضاء الله كل البكاء والجزع مكروه ما خل البكاء والجزع على الحسين عليه السنة ولهذا من يصير يقاس الباكي من نشوف مشهد البكاء والدموع وأنه ما عرض عليه طعام أو شراب وما إلى ذلك مو من الصحيح أنه هذا نقيسه بحسب طبيعة الإنسان بالتحليل النفسي أنه خصوصا ينطلق من الاستبطاء يراجع نفسه يقيس على حالات البكائية الاعتيادي بحمد الله هذه النعمة ربما هي موجودة وحاضرة عند المؤمنين يشعرون أنفسهم عندما يبكون الحسين يشعرون كأنهم يبكون من خشية الله صديقي المشاعر النبيلة العظيمة التي هي بها تسامي استثنائي ما بها الشعور بالشقاء وما بها هذا الإحساس من التوتر فهذا موجود بكاؤه من خشية الله كذلك هذه الشخصيتة نحتاج أن ندرس ثم نفسر نبحث وهذا هو الهم الأساسي في هذا البحث أنه كيف يمكن الجمع بين هذين الأمر أن الإنسان يتعرض إلى هذا المستوى الهائل من الضغط النفسي وفي نفس الوقت هو عند هذا المستوى الرفيع الذي لا يوصف لا أستطيع إدراكه ولا أداع حقه من الطمأنين يا أيتها النفس المطمئنة هذه التي نزلت في أبيه الحسين عليه السلام وهو بضعة من أبيه صلوات الله عليهما أشير إلى بعض المصاديق في هذا الجهانب حذرا من أنه ذيك الصورة هي تضغى على المشهد البحثي عن شخصية الإمام مثلا في الرواية يقول كان علي بن الحسين إذا سار على بغلته في سكك المدينة لم يقل لأحد الطريق وكان يقول الطريق مشترك ليس لي أن أخلي أحدا عن الطريق تلاحظون بالسياقة شونا سيتوتر عند بعض الناس منصير زحام صحيح بينما هو الإمام عليه السلام وهو حق وهذا مدينة جده إلى آخر أريد أن أرصد هذه السكينة العالية في الشخصية وحالة على كلها لطفه مع الغريب في الرواية أن موسى بن طريف يقول استطال رجل على علي بن الحسين فتغافل عنه فقال له الرجل إياك أعني فقال له وأنك أغضي وأيضا مع القريب فالإنسان مع الغريب قد يضطر أنه يجامل في بعض الأحيان ويستدفع الشر مع القريب ما هو مع قاربة أرحامة في الرواية يقول كان بين فلان من بني عمومة الإمام وبين علي بن الحسين بعض الأمر سهي فلان لو أنا حذفتها أنا أحتاط في نقل السلبيات حتى في سرد التاريخ لأن بعض الأحيان قد يكون مو صحيح هو الإمام بعد ذلك عفى عنه سأحنا نيجي ننبش وننشهر به ونهدكه على أي حال لأننا غرضنا في موقف الإمام مو غرضنا أنه تعرية الشخصيات أو هو بالمصدر ما موجود ما أدري المهم يقول كان مع بعض بني عمومته شيء من بعض الأمر هجي التعبير فجاء إلى علي بن الحسين وهو مع أصحابه في المسجد فما ترك شيئا إلا قاله له قال وعلي ساكت فانصرف ابن عمه رحمه فلما كان الليل أتاه ابن عمه أتى الإمام زين العابدين في منزله فقرع عليه بابه فخرج إليه فقال له علي يا أخي إن كنت صادقا فيما قلت لي يغفر الله لي وإن كنت كاذبا يغفر الله لك السلام عليكم وولا أفوا جاءه الإمام جاءه الإمام جاءه وهو اختصر موقفه تجاه هذه الإساءات العلنية جاءه إلى داره يسترضي يقول اتبعه الرجل فلاحقه فالتزمه من خلفه كأنما حضن الإمام من خلفه وبكى حتى رثى له ثم قال لا جرم لا أت في أمر تكرهه فقال علي وأنت في حل مما قلت لي حتى لم يعاتبه يقول له موانا يا ابن عمك أنت احنا يكفينا أعداءنا اللي بالمدين يعني هاي كلمتين كان يستحق قل أنت يكفينا هذا أعداءنا متعرف أنت عداء بني فلان وبني فلان لبني هاشم أنت تجي تزيد الطين بله تقعد أمامنا سحقا لنخلي خلافاتنا بيناتنا حتى هذا ما رأسا عفا عن انتهت القضية هذا الشخصية ليش أقولها لازم تدرس وأيضا سهنا مع الغريب مع القريب مع من هم تحت امرته تحت يده في داخل بيته هو مولى عليهم يقول جعلت جارية لعلي بن حسين تسكب عليه الماء وهو يتهيأ للصلاة فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه فششه يعني جرح أنتم شايفين احنا من نريد نتوضي ونصلي وشلون نتأذى إذا صارت نجاسة وسيد زين العابدين صلاة شقدوا مهتم به شلون أكو عصف للتوتر في هذا الموقف خصوصا إذا صار بسوء تقدير وبخلل من الجارية شو الموقف الإمام زين العابدين فرفع علي بن الحسين رأسه إليها فقالت الجارية إن الله عز وجل يقول والكاظمين الغيث فقال لها قد كظمت غيظي قالت والعافين عن الناس قال قد عف الله عنك قالت والله يحب المحسنين قال فاذهبي فأنت فأنت حرة يا مولاي يا زين العابدين ما أكثر ما اشترحنا من ذنوب وتقصير بين يدي الله فاقضبوا عنا غيظكم واعفوا عنها واحسنوا إلينا كي يعتقن الله عز وجل مما نحن فيه وأيضا دعا مملوكه مرتين وهذه لقطة جدا مهمة فلم يجبه ثم أجابه بعد ذلك ينادي ينادي ما يجاوبه ثم أجابه في الثالث فقال يا بني أما سمعت صوتي أنت ما سمعت لماذا صحيحة لك قال بلى قال فلم لم تجب قال أمنتك وجوده هو ما يشعر بخطر يعني إلى أي مستوى أنه الإمام عنده لين وطمأنين وسكين بحيث حتى هؤلاء الذين يخالفون من غلمانه هم يأمنونه زين شنو الجواب يقول له هذا جزائي أنه أنا ما عام لك بالشدة والغرضة عاتب فقال الحمد لله الذي جعل مملوكي يأمنني وأيضا عن علي بن الحسين قال إني لأستحي من الله عز وجل أن أرى الأخ من أخواني فأسأل الله له الجل وأبخل عليه بالدنيا فإذا كان يوم القيامة قيل لي لو كانت الجنة وبيدك لكنت بها أبخل وأبخل وأبخل لأن أنت ما عطيت شيء من حطام الدنيا شون تريد للجنة أيضا ورد هذا نفس الرجل اللي هو موتور من بني أمي اللي هو مسبي عياله اللي ما مررت على دور آلي عقيل إلا وخلقت العبر ما رأيت عماتي وأخواتي إلا وذكرت حتى لو لم ترد عنه وهذا شكل طبيعي أنه يستحضر المأساة إحنا حينما نأتي إلى كربلاء خصوصا البعيدين ويستحضرون أن ها هنا محط رحالنا ها هنا قتلت رجال زين العابدين عندما كان يرى أخواته وعماته ماذا كان هو ينصر من خلال تطلعه إليهن ما رأيت ما رأيت عماتي وأخواتي هذا لسان حاله أو لسان مقاله إلا ذكرت فرارهن يوم عاشراء من خيمة إلى خيمة من خباء إلى خباء هذا الرجل الذي هو عند هذا المستوى من المظلم في داره في بيته هو أيضا شوفوا درجة السمو العالي أحنا بعض الأحيان نستحضر المصائب ولكن أدي قصور عن أداء حقها وهذا حق زين العابدين علينا أن نذكره ونذكر مصيبته بالحسين وبعماته من بنات رسول الله لكن بحثناه وبعض الأحيان يخلينا نمر على هذه المحطات على أي حق هو نفسه زين العابدين ضم عيال مروان إلى عياله في الرواية المعروفة في واقعة الحر آمن عياله بني أمية وهو حفيد علي عليه السلام في يوم الجمل على أيها وأيضاً كان هشام بن إسماعيل قد عزل والي ووقف للناس بالمدينة فمر به علي بن الحسين هذا من ينعزل كل الشمات والغل الذي كان قد خلفه في قلوب الناس بعد يبرز ومهم بعض الأحيان يوقف حتى الناس تأخذ حقوقها من عندهم معاناً في إذلاله لأن هي هي دولة الإذلال دولة العدوان ذيك الدولة التي كانت تحكم بهذه الطريقة فمر به علي بن الحسين فأرسل إليه استعن بنا إذا تريدنا نعاوناً على من شئت فقام هشام فقال هشام الله أعلم حيث يجعل رسالته وقد كان ناله أو بعض أهله بشيء يكرهه إذ كان أميراً هو كان عند اعتداء على الإمام عليه السلام أيضاً صدقة السر هي المدينة كانت مدبرة عن أهل البهد ونحن نعرف الحسين بثقله خرج الحسين من المدينة خائفاً حسن صدقة السر عنده أيضاً هذا به نصوص كثيرة اختصرها احتراماً للوقت نأتي إلى تحليل هذه القضية اللي هو هذا المغنم العظيم العملي بالنسبة لنا هو نفس ما عرفتهم هي أعظم المغانم لكن بعض الأمور هي ترتبط ببناءنا السلوكي والروحي والمعنى ما هي المناشئ لهذه القضية قدل بعض بسذاجة الرؤية وبساطتها يحسب أنه الإمام عليه السلام كان تعرض إلى اضطهات وبعض المضطهدين يصير عندهم ردود أفعال باتجاه السلمية المفرطة تفاديا للشار للأذى لكذا هذا خطأ فضيع خطأ فضيع رحم الله أمي أبا طالب لو ولد الناس كلهم لكانوا شجعان هذا أصلا ما مناسب وزين العابدين وهو مريض بأشد حالات المرض والقوم قد أحدقوا به هو قام يجر أصاه يا عم أتني بسيف أصايا الذي يدافع عن الحسين وزين العابدين في أحلك الظروف في مجلس ابن زياد كان له موقف صلب وقوي رد على ابن زياد وابك جرع على ردي كلامي تذكرون بعد القضاء المال إذن أفيض بالتفاصل في مجلس يزيد اللي هو رأس الطغيان أيضا قام وبدأ يتحدث ويعرف نفسه أنا 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 ابن زمزم والصفة أنا ابن مكة ومن إلى آخره من حديث إذن هذا الأمر أصلا ما ممكن حتى لو كان الإنسان بعيدا عن الدين إذا عند أدنى موضوعية في قراءة التاريخ المشهود الذي ينقل ما يقدر يوصل إلى هذه النتيجة خصوصا أن هذا الأمر يصير مع القريبين مع الكذا ومع الآخرين إذن لابد نبحث عن أسباب أساسية في هذا الشام الأسباب عديدة أولا الإيمان بالله وهذه مو شعارات هي خصوصية هذه الرسالات الإلهية أنها لم تقدم لنا قيما مثالية بين السماء والأرض وإنما قدمت لنا قيما جسدها آل الله وآل رسول الله حتى نعرف أن هذه القيم قابلة للتحقق الانتماء لله أصلا يتنعم ويترنم بتعبيرات العبودية لله عز وجل والارتباط به والثقة التامة به ما أدري شنو أقلب من الصحيفة السجادية حتى أقرأ شواهد على ذلك بحث مفصل شنو أقلب من دعاء بحمز الثمالي اللي هو كثير من فقراته محفوظة عند المؤمنين اللي هو بي حديث عن هذا الجهل الحمد لله الذي تحبب إليه وهو غني عني اللهم إني أجد سب ربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة ومناهل الرجاء لديك مترعة والاستعانة بفضلك للسائلين إلى آخرهم مباحة وأبواب الدعاء إليك مفتوحة وأعلم أنك للراجين بموبع إجابة وللملهوفين بمرصد إغاثة وأن في اللهف إلى جودك دعنا خلوا خط تحت هذا العبارة وأن في اللهف إلى جودك والرضى بقضائك عوضا عن منع الباخلين ومندوحة عما في عيد المستأثرين وأن الراحل إليك قريب المسافة شوفوا هذا السموب السكينة ومناشئ السكينة العظيمة في قلبه سبحانك من مليك ما أمنعك وجواد ما أوسعك ورفيع ما أرفعك إلى آخره هنا مصداق واضح على بذكر الله تطمئن القلوب هذا الأمر ليس أمر مثالي بعض الناس شنون نحن بلهجتنا العراقية العامية شن نقول نقول متخلبصة عند الأفكار يحسب أنه إذا ذكر الله يعني لازم يضغع عليه جانب الخوف من الله وبعض الناس متخلبطة ومتلخبصة عند الأمور أو مقطعة عند الخيوط بحيث هو يحسب أنه إذا ذكر الله ما يخاف أما أنه واحد يخاف من الله يشد الخوف وهو في نفس الوقت عندما يذكر الله يعيش السكينة هذا شنون تجتمع ما تجتمع ألا واحد يعيش على مواعد آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين وهذ يجمع بين الخوف والرجاء ويغلب عليه حسن الظن بالله والاطمئنان والثقة بالله وأيضا ورد عن علي بن الحسين قال لو مات من بين المشرق والمغرب لم استوحشت بعد أن يكون القرآن معي هذا الأمق الشخصية هنا وأيضا ورد عن علي بن الحسين أنه شخص من أخواني أبطأ عن علي بن الحسين يقول أبطأ عن علي بن الحسين ابن أخله كان يأنس به فسأله عن إبطائه قال له وينك فأخبره أنه مجغول بموت ابن الله هذا موت طبيعي هنا المشكلة وأن ابنه كان من المسرفين على نفسه والصالحون والأولياء يؤرقهم مستقبل أولادهم الأخروي أكثر من ما يؤرقهم مستقبل أولادهم الدنيا فهو قلق جدا عليه لاحظوا هذا بحر السكينة في شخصية زين العابدي فقال له علي بن الحسين إن من وراء ابنك لثلاث خلال أما أولها فشهادة أن لا إله إلا الله وأما الثانية فشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وأما الثالثة فرحمة الله التي وسعت كل شيء يروى أيضا أصعاب الزهر دما خطأا فخرج وترك أهله وضرب فصطاطا وهي عقدة الذن أخذت منه ما أخذه وقال لا يظلني سقف بيت فمر به علي بن حسين عليه السلام فقال يا ابن شهاب قنوطك أشد من ذنبك فاتق الله واستغفر وابعث إلى أهله بالدية وارجع إلى أهلك أدي ما عليك فكان يقول علي بن الحسين أعظم الناس علي منا على أي حال أنا أجد أنه الوقت أدركنا انتهى الوقتي لكن التحليل للعناصر الموجبة لسكينة النفس هي قادرة على أن على أن تغطي تلك المناشئ الطبيعية لتوتر النفس وصعوبة الأمر عليها وقادرة على أن تصنع شخصية هي عامر عامر قلبها بالشعور العالي بالمسؤولية خوف من الله عز وجل وفي نفس الوقت هي عدها درجة عالية من السكينة والاطمئنان والاستقرار النفسي إلى حد بحيث تكون هذه الشخصية الودودة المحبة للآخرين التي ملؤها العطاء التي ملؤها كذا هذا الأمر الجمع بين هذه الأمور هو الأمر الذي نحتاج له كثيرا ندرسه في ما جسده أهل البيت ندرسه في جذور ذلك في الكتاب العزيز والسنة الشريفة وما ورد عن العطرة وندرسه بشكل مباشر ومؤثر جدا في سيرتهم صلوات الله عليهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع إخواننا الباحثين العاملين الذين كان لهم دور في إقامة مثل هذه الملتقيات البحثية العلمية المؤتمرات المباركة إن شاء الله وكلها إن شاء الله منظورة من الله ومن رسوله ومن سيدنا ومولانا صاحب الأمر وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأرجو أن لا تبخلوا علي بملاحظاتكم مع النخط نحن الملاحظات إذا صيروا بعدين حياة صلوا على محمد وآله محمد طيب الله أنفاسكم ودامت بركاتكم لقد قدمتم من الفيوضات ما فيه علم ووجدان فكر وروح بسمة ودمعة ونحن في أسبوع الإمامة أسبوع الإمامة التي رمزها سيد القداسة أمير المؤمنين سلام الله عليها نذكره ببعض أبيات المدح ولو أن أبيات المدح لا تفي حق المولى أمير المؤمنين مهما كانت ومهما استعير من البلغاء حديث أو كلام لله أي المعجزات صنعتها حسر عمالقة الرجال تركتها يا أيها اللهوت أي حضيرة للقدس أحنت هامها فوطأتها يا مالك الأعناق أي عظيمة ما مكنتك الزمامها فملكتها يا أيها الزلزال أي أمة لم تعن للرحمن ما زلزلتها يا أيها الطوفان أي سفينة للعقل تستقصيك ما أغرقتها وقف السؤال أمام بابك سائلا يا جامع الأضداد كيف جمعتها الكل يعرف أن أمك ثاطم كيف التي ولدتك أنت ولدتها يا ذات أحمد يا مقاسم غاره هو أنذر الدنيا وأنت هديتها أو قدت نار هواك وسط حشاشتي أو قدت نار هواك وسط حشاشتي أنعابد النار التي أوقتها الكون معلول وذاتك علة فبك ابتدى كينونه ولك انتهى ما البعث يوم الحشر إلا نفخة في صورك العلوي أنت نفختها فالسلام على مولانا أمير المؤمنين في هذا الحين وفي كل حين أيها الكرام نبقى معكم في أجواء هذا المؤتمر ونحن في أجواء أسبوع الإمامة الدولي الثاني مقطع فيه مادة فيديوية جمعت ما تناوله الأسبوع في أيامه الأولى نعرضه على حضراتكم بشكل سريع لنبدأ بعدها فعاليات هذا المؤتمر انطلقت مساء يوم الخميس الموافق للعشرين من دي الحجة على قاعة الإمام الحسن عليه السلام فعاليات أسبوع الإمامة الدولي الثاني الذي تقيمه الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة تحت شعار النبوة والإمامة صنوان لا يفترقان وبعنوان منهاج الأئمة عليهم السلام في تربية الفرد والأمة وبحضور حوزوي وأكاديمي واستهلت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم قراءة سورة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء العراق لتكون بعدها كلمة العتبة العباسية المقدسة ألقاها المتولي الشرعي سماحة السيد أحمد الصافي دامعزو ومن ثم تم عرض فيلم وثائقي عن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي الأول وتل العرض قصيدة من الشاعر العمودي للشاعر مهند جمال الدين كما شهدت الفعاليات تكريم مجموعة من الشخصيات التي لها الأثر البارز في الساحة العلمية والتي تختص بموضوع الإمامة إضافة إلى بحث الافتتاح للشيخ علي الجزيري الذي تناول فيه العنوان العام للأسبوع بعدها توجه الحضور لإفتتاح معرض الصور في ساحة ما بين الحرمين الشريفين ليكون مسكو الختام مع ورشة عملية عن أثر التربية الصحيحة في بناء شخصية المولى أبي الفضل العباس عليه السلام تقيمت في مجمع الإمام الهادي عليه السلام ضمن فعالية اليوم الثاني وسوريا وإيران وباكستان وألمانيا وفرنسا وقد قبل منها تسعة عشر بحثا حيث تمت مناقشة ثمانية بحوث ناقشت أثر روايات الإمام علي عليه السلام في العلوم القرآنية والتفسيرية فضلا عن الدلالية في فضاءات التربية الأدبية والثقافية وحياته عليه السلام وتحقيق الأمن الاقتصادي كذلك تناولت البحوث التربية الدينية العقدية والفقهية والتربية النفسية والأخلاقية والاجتماعية والأدبية والثقافية والصحية والبدنية وفق منظور الإمام عليه السلام استمرارا لإقامة فعاليات أسبوع الإمامة الدولي الثاني انطلقت صباح يوم السبت وقائع اليوم الثالث من الأسبوع في رحاب جامعة العميد الذي شهد عقد مؤتمر الإمام الحسن عليه السلام العلمي والذي نقشت فيه خمسة بحوث علمية عنيت بالجوانب القرآنية والتربوية والفكرية في فكر الإمام الحسن عليه السلام وتناولت هذه البحوث القرآن الكريم في فكر الإمام الحسن المشتبى عليه السلام والقرآنية في كلام الإمام الحسن عليه السلام فضلا عن الأبعاد التربوية لمنهج الإمام الحسن عليه السلام في بناء الفرد والأمة والبناء الفكري والثقافي في تمييز القيادة المزيفة بعصر الإمام الحسن المشتبى عليه السلام كما تضمنت فعاليات اليوم الثالث انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لاسبوع الامامة الدولي الثاني باللغة الانجليزية على قاعة الامام الحسن المشتبى عليه السلام في العتبة العباسية المقدسة والذي شهد مشاركة ثمانية عشر بحثا باللغة الانجليزية لعدد من الباحثين من داخل البلاد وخارجها وقد توزعت هذه البحث على موضوعات بحثية متعددة تناول الدور العلاقة بين رجال الدين والدولة في الاسلام الشيعية دراسة تحليلية لخطاب الامام السجاد عليه السلام في الشام اضافة الى التركيز على منهج الائمة عليهم السلام في تربية الفرد والامة وتسليط الضوء على قيادة العباس بن علي عليهم السلام وشجاعته فضلا عن مناقشة افكار الامام علي عليه السلام وارتباطها بالحياة اليومية للمسلمين في اوروبا هذا وشهدت الفترة المسائية لليوم الثالث من الاسبوع انطلاق فعالية مؤتمر الامام الحسين عليه السلام في جامعة العميد بكربلاء المقدسة وشهد المؤتمر مناقشة خمسة بحوث تناولت اثر روايات الامام الحسين عليه السلام في العلوم القرآنية والتفسيرية والتربية الدينية العقدية والفقهية في فكر الامام الحسين عليه السلام فضلا عن التربية النفسية والاخلاقية والاجتماعية والادبية والثقافية ليكون مسك ختام فعاليات اليوم الثالث من اسبوع الامامة الدولي الثاني امسية قرآنية اقيمت في صحن المولى ابل فضل العباس عليه السلام وهنا نحن نلتقيكم في اليوم الرابع من الاسبوع ومؤتمر الامام السجاد عليه السلام ومؤتمر الامام الباقر عليه السلام فاهلا وسهلا بكم ومن ترحيبه واصل الترحيب بحضراتكم ايها الكرام ايها الافاضل حياكم الله ونعلن الاذن ببدء الجلسات البحثية لهذا المؤتمر مؤتمر الامام زين العابدين سلام الله عليها الثاني ضمن فعاليات اسبوع الامامة الدولي الثاني الذي تقيمه العتبة العباسية المقدسة وادعو رئيس الجلسة الاستاذ الدكتور عباس علي حسين الفحام ومقرر الجلسة الاستاذ الدكتور شعلان عبد علي سلطان فليتفضل شكرا لقدومهما شكرا لقد اشتركوا في القناة شكرا لقد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واتم الصلاة والتسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد النبي الامين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم سادة الكرام بجميل صفاتكم ومراتبكم العالية أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق في خدمة مولانا زين العابدين صلوات الله عليه ونحن في أصبحته المباركة التي ننهل من سيرته العطرة ما نتزود به في تفاصيل حياتنا فلعل من دلائل الإمامة الملموسة في هذا الجانب أننا ما زلنا في هذا العصر ورغم البعد الزمني بيننا وبين ساداتنا من أمتنا الأطهار أننا ما زلنا بحاجة إلى هذا التزود المعرفي والإنساني بدليل انعقاد المؤتمرات والملتقيات العلمية المستمرة حول هذا الشأن ومن ذوي الاختصاصات المختلفة استثمارا للوقت ستكون آلية إلقاء البحوث بربع ساعة نتوقع من أعزائنا وزملائنا الباحثين أن يستثمروا هذه الدقائق المعدودة في أصل الفكرة لعرضها بلغة تتناسب ومقام زين العابدين صلوات الله عليه لذلك اسمحوا لي وفق المنهاج أدعو أول الباحثين وهو الأستاذ الدكتور هادي نهر إلى المنصة ليلقي علينا بحثه الموسوم بالتقابل الدلالي في أقوال الإمام السجاد عليه السلام وأثره الفكري والتربوي والدكتور هادي في الواقع غني عن التعريف وهو أستاذنا وله صولاته العلمية في المنتديات العلمية والجامعات المختلفة اتفضلوا الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل أن أبدأ وعطفا على ما تفضل به السيد المبجل الحكيم أؤكد ما جاء في كلامه الحصيف من أن الرسول وعترته الطاهرة خط عمودي وبقية البشر خط أفقي ولكن لا بأس لا بأس أن ندرس نهج البلاغة أو ندرس حتى القرآن الكريم دراسة أكاديمية ما دام الخطاب المعين أو الفعل المعين قد تحول من خطاب إلى نص وأنا أخترت لدراستي هذه مفهوم التقابل الدلالي وأثر الفكر والتربوي فقلت أنه الإمام زين العابدين عليه السلام شأنه شأن آل البيت الأظهار باب من أبواب الفصاحة والبلاغة والبيان فهو الحكيم الأديب والخطيب الذي تتصل فصاحته بالعربية ما اتصلت آيات الناثرين والناظمين من البلغاء والفصحاء وهو بعد هذا رمير للحق وشعار للوراء ودثار للرحمة وقائد للمرؤة والبر والمكرومات وعلى الرغم من تزاحم الأحداث القاسية وقوارع الزمان ونوائبه وغياب العلاقات بين السياقات المختلفة في زمانه سياق الإنسان والأشياء وسياق الإنسان والزمن وسياق الإنسان والإنسان وسياق السلطة بجورها وظلمها ومفاسدها وطغاتها والمحكومين كان الإمام كنزا من القيم المتسامية لم يذعن لطاغيه أو يهوي له لواء وسموه وترفعه يسبقاني أي محاولة لوصفه والإحاط بتراثه الديني والفكري والتربوي والسياسي لذلك وجدتني أدخل عوالمه الرحبة من خلال مأثرة تربوية وأخلاقية من مآثره حملتها لغته البليغة وفكره الوقات وهي ظاهرة التقابل الدلالي الكامنة في النماذج العليا من النصوص اللغوية عند البلغاء والحكماء والمصلحين هذه الظاهرة لتؤكد أن الفعل الوحيد الذي يختصر وجود هذا العالم هو فعل ماهية ما قائمة في السياقات اللغوية التي تدل على طبيعة الأشياء والناس والكون وخالق الكون وبعد طواف وسعي في رحاب الإمام تفسيرا وفقها وخطبا وشعرا وأدعية ورسائل وغيرها من مآثره اللغوية الفكرية التربوية وقفت على كثير من النصوص البليغة التي تمثل دروسا رصينة للإمام في الوجود وخالق الوجود والإنسان وفي القيم الإنسانية العليا في التربية والأخلاق والحقوق ولقد فصلت القول أولا في مفهوم التقابل ومصطلحاته المصاحبة بعد أن تزاحمت حوله بسبب كثرة من تدارسوه أو اختلفوا في ترجمة مصطلح الأجنبي فهو التباين والتضاد والتناقض والتنافر والتضارب والمواجهة والتخالف والمطابقة والمقابلة وعلى أي مصطلح نكون فالتقابل الدلالي ركن من أركان نظرية المجالات اللغوية التي تتحكم في حركة المتضادات والمشتركات والمتقابلات والمترادفات وسائر الحقول الدلالية وهو على أنواع كثيرة منها أو أولها التقابل الحاد بتسميتنا وبتسمية العرب القدماء الضدي ومنها المتدرج ومنها الإنعكاسي ومنها الاتجاهي وقد أفرست أنا مصطلحات في كتابي علم الدلالة التطبيق عند العرب فقلت بالتقابل الموقف وتقابل الصورة وتقابل الإيقاء والتقابل المثار يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأتاني نعمه فالتقابل هنا بين المتصيلين بالبعد الزماني الليل بظلمته والنهار بضيائه وكلاهما هبة إلهية جمالية سكن وسعي سلام ومعاش ولا تقابل بين عدميين وقد يبنى التقابل الضدي بين إثبات ونفي تركيبي أو جملي يقول الإمام يا من يرغب إليه ولا يرغب عنه وواضح الرغبة في الشيء غير الرغبة عن الشيء وقد تتدرج المتقابلات فنكون مع التقابل المتدرج يقول الإمام عليه السلام اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل من يوصني قربك فالمحبة درجات ومراتب وأسماها مرتبة محبة الذات الإلهية فإن أعمق حاجة في كيان الإنسان على ما يقرر علماء النفس وأذكر أحدثهم آيريك فروم هي حاجته إلى التغلب عن انفصاله والخروج من سجن العزلة وتخط الحياة الفردية وليس من سبيل إلى ذلك إلا بالتقرب من الله وعبادته بالمفهوم الشامل للعبادة الذي يجعل الانتماء إلى الله وحده محبة فيه لا خوفا منه وهذه المحبة هي التي تتوحد فيها محاور الولاء في محور واحد وتمتزج دوائر الانتماء في دائرة واحدة الأمر الذي يفرز الوئام والسلام في حياة الإنسان الذي هو بأمس الحاجة إلى أن يحب ويحب يقول للإمام عليه السلام اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغارها وبواطن سيئاتي وظواهرها وسوالف زلاتي وحوادثها فالملفت هنا هذا التقابل المتدرج المحكم الرص فالذنوب كبائر وصغائر والسيئات بواطن وظواهر والزلات قديمة وآنية ويبقى المتاب إلى الله والتوجه إليه هو غاية العلم والهدى والتفكير وأن تكامل الإنسان يقمن في تكامل المظهر الشعائري والمظهر الاجتماعي والمظهر الكوني عنده والمحصلة النهائية لهذه المظاهر يقين في النفوس واستقامة في السلوك والعلاقات والرقي في الممارسات ومن غير ذلك تضغى على الحياة المفاسد والكراهية والجحود والتنكر للحق يقول للإمام عليه السلام من الوافر لكم ما تدعون بغير حق إذا ميز الصحاح من المراض عرفتم حقنا فجحتمونا كما عرف السواد من البياض إن من الإزدراء للحق وللفكر وللتاريخ أن يصر بعضنا على أن يستأجر نفسه لأهواء السلطة والسطوة ومزيف التأريخ وأن يخاصم الحق وهو يعلم علم اليقين من هو السالب ومن هو المسلوب ومن هو القاتل ومن هو المقتول والإمام السجاد عليه السلام يردد من المتقارب وينسج بنسيج تقابلي مدهش قوله نحن على الحوض ذواده نذود ويسعد رواده ومن سرنا نال مننا السرور ومن ساءنا ساء ميلاده ومن كان غاصبنا حقنا فيوم القيامة ميعاده إن الفصل بين الواقع الإنساني والمثل العليا لبعض الناس ممن اختاروا الانشقاق عن الدين والكتاب والسنة وآل البيت هو الذي يدفع بجماعات من البشر إلى التعامل مع الوجود المادي والمصالح الذاتية وإن كانت على حساب الحق والشرف الإنساني فإن الذي يتجاهل حقائق التأريخ ويتعامى عن الحق إنما يتعامى عن العقائد والمثل العليا ويفصلها عن حياته ليكون في أحسن أحواله أو أوصافه جثة معطرة لقد كبر على الإمام عليه السلام أن يذكر الشيء بإسمه أو المدلول بداله ما دام المدلول قد انحرف في عالمه الخارجي عن محتواه وعن وصفه فتحول إلى عالم مزيف كما هو الحال في المنابر التي تحولت في زمن بني أمي إلى أعواد من خشب مسنده على حد تعبير الإمام الذي اختصر بها زمانا رديئا آثما جائرا يشتم فيه خير الناس بعد الرسول وعلى مرأة ومسمع الإمام السجاد فإذا بالإمام ذات يوم ينتفض بوجه ذلك الوغد النابح يزيد قائلا يا يزيد اعذن لي حتى أصعد هذه الأعوات لم يقل منبر وما أكبر اتساع دلالة الأعوات هنا بعد أن فقدت المنابر أوصافها وشياتها وقد يكون التقابل تقابل مواقف حيث تتراد الأحداث فتحمل الكلمات الكلمات صورتين توحي إحداهما بنقيض الأخرى وكلتاهما تحكي ما في الإنسان من جبروت فارغ وقوة مزعومة يقول الإمام عليه السلام إلهي هديتني فلهوت ووعظت فقسوت وأمرتني فتركت ونهيتني فركبت هكذا حال الإنسان حصائد من الأفعال والسلوكيات ولكل مخلوق موقفه وقد تخرج الكلمات عن دلالاتها إلى دلالات تتداعى وتمتد في من يبحث عما وراء سور الكلمات يقول الإمام في حقوق الأبناء وأما حق ولدك فتعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره وأنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة على ربه والمعونة له على طاعته فيك وفي نفسه فمثاب ذلك ومعاقب عليه إنه درس بليغ للإمام في التربية والتنشئة التي يتحمل مسؤوليتها الآباء في أي سلوك يظهر عن الأبناء يكون مثابة وفخرا للوالدين ذلك إن كان سلوكا مقبولا عند الله والمجتمع وعلى النقيض من ذلك يقع على الوالدين عقاب ما يجري على الأولاد حين لا لا يحسنون تربية أبنائهم على الفضائل والقيم إنها معادلة تربوية فذة تلقي بالمسؤولية على الآباء في تربية الأبناء وإننا لنقف من خلال أقوال الإمام هنا على حقيقتين علميتين الأولى إن التعليمات الصحيح ضروري للإنسان في تحصيل ماهيته ومعناه لا من حيث هو خليفة في الأرض فحسب وإنما لضمان بقائه نقيا صافيا كما أراده الله والثانية كون فلسفة التربية قابلة للتطبيق صالحة لكل زمان ومكان وهذا معيار أصبح اليوم حاسما أكثر من ذي قبل لأن تطور التقني والإعلام فاقم من تصدع الحياة الأخلاقية وتشقق الأفق الجمالي للحياة الجمعية وأدى إلى اختلاط الأجناس والثقافات والقيم والأفكار في البلد الواحد أو العشيرة الواحدة أو البيت الواحد ليجد الإنسان نفسه في حيرة ويأس بسبب معارف وإعلام وسلوكيات غير مطعمة بالحكمة الأخلاقية والقدرة على رؤية الحياة رؤية كلية ثابتة والسلام عليكم وإحسان الله لا العفو لا بأس بتدارك سيرة العطرة لجناب الدكتور هادي نهر من الأخ الدكتور شعلان الأستاذ الدكتور هادي نهر أستاذنا الجليل دكتوراء لغويات بمرتبة الشرف الأولى في جامعة القاهرة ودكتوراء في التراث العربي من معحد اتحاد المؤرخين العرب حاصل على الأستاذية عام 1990 عمل أستاذا في الجامعة المستنصرية وجامعة الجزائر وعدن وثعز صدر له أربعون كتابا في اللغويات والأدب والنقد واللسانيات والصحافة والإعلام أشرف على أكثر من ستين رسالة وإطروح للدكتوراء والماجستير في العراق هناك حقيقة تخص كل البحوث وكل الدراسات حول الإمام جني العابدين أن الدراسات كلها في الحقيقة تدور حول ما أثر عنهم النصوص الأدعية وهذا غير معهود في التراث الفكري الأدبي وغير الأدبي في التخصص آخر في الحقيقة يدل على حقيقتين حقيقة الأولى حجم التضييق الذي مورس على الإمام زين العابدين بحيث اضطر إلى هذا المنح العجيب الغريب في أن يمارس دوره القيادي والروحي في جانب الدعاء والحقيقة الأخرى أنه كيف أحال الدعاء وهو الذي يصنف على الجانب الحقيقة أحاله إلى فن وهذا من أكثر الصعوبات في مجال اللغة لا يوجد عندنا لا شاعر ولا خطيب يختص مثلا في فن الدعاء ويمارس طبيعة البلاغية واللغوية في هذا الشأن إلا الإمام زين العابدين كانت أدعيته ومنها ما أشار إليه جناب الدكتور هادي نهار واحدة من المؤثرات البلاغية في الواقع هي قضية التقابل الدلالي يتفضل الآن الباحث من الجزائر محمد عبدالقادر بوغريطة وعنوان بحثه قبسات نورانية من حياة الإمام السجاد عليه السلام الأستاذ محمد عبدالقادر بوغريطة من الجزائر طبعا سيرته حافلة بالخبرات العلمية والوظائف المجهولة أقتصر على بعض منها فهو يحمل شهادة في اللغة الإنجليزية مستوى عالي ودبلوم أو شهادة عليا في اللغة والكتابة والصحافة معهد لندن للدراسات اللغوية هو عضو ناشط في المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام والمتواجد مقره في طهران الجمهورية الإسلامية في إيران تقلد عدة مناصب في حياته المهنية هو كاتب حر منذ عام 1980 له أكثر أو أكثر من 6500 مقال باللغتين العربية والإنجليزية على شبكة الأنترنية فضلا عن مقالات حول القيم الأخلاقية والدينية والقصص القصيرة والسلوك الاجتماعي في حوزة الكاتب حاليا أكثر من 20 كتاب تنتظر النشر تنتظر هذه الكتب النشر هو يعني له أكثر من أو في حوزته الآن أكثر من 200 مقال باللغة العربية والإنجليزية في السياسة والتاريخ والدين الإسلامي أولا الموضوع هو قبسات نورانية من حياة الإمام السجاد عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم إن فلسفة الوجود المقدس لشخص مثل الإمام زين العابدين عليه السلام هي تدسيد حقيقة حقيقية للإسلام عمليا وهذا من الطاف الإلهية الكبيرة بالنسبة للبشر إذ كيف يمكن للناس أن يفهم الأبعاد المعنوية لهذا الدين العظيم لو لم يجعل الله تعالى له حملة تشرب الإيمان به في نفوسهم وخالط لحمهم ودمهم فأصبح الإسلام ينطق بألسنتهم ويعمل بأيديهم ويسعى بأقدامهم إن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كرس القسم الأعظم من جهوده في فترة دعوته المباركة من أجل أن لا يغادر هذه الحياة إلا وقد رب وأعد من يكون على مستوى وحمل الرسالة من بعده وهكذا نرى كيف أنه صلى الله عليه وآله كان يعكف على تربية علي بن أبي طالب بيده ويضعه على عينه ويزقه العلم والإيمان زقا وكان هذا أيضا هو شأن سائر أئمة وأوسياء الرسول العظم صلى الله عليه وآله في إعداد من يأتي بعدهم إن المولى عز وجل شرع دين الإسلام لكي يبقى خالدا إلى يوم القيامة ولا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا تولى على حمله وسيانته رجال استثنائيون كالإمام زين العابدين عليه السلام مثلا والذي كان عندما يقف للصلاة فإنه لا يتوجه ببدنه فقط إلى الكعباء بينما يتجول فكره في مكان آخر بل كان يتوجه بكل كيانه ووجوده ويكون وقفه للصلاة استعدادا للطيران في عالم الملكوت والتحليق باتجاه المولى عز وجل وعندما كان لسانه يتمتم بالذكر فقد كان الله هو الذي ينطق ويتكلم عبر لسانه وعندما كان الإنسان يرى علي بن الحسين عليه السلام في صلاته فكأنما كان يرى المصطفى صلى الله عليه وآله في محراب عبادته في الثلث الأخير من الليل ومن إخلاقه السامية والعالية فقد كان يمثل في المجتمع دور رسول الرحمة والمحبة فكان يمشي في طرقات المدينة وعندما يرى إنسانا وحيدا لا ظهير له أو غريبا منقطعا عن آله ووطنه أو فقيرا محتاجا أو مسكينا معدوما ومن أشبه من أولئك الضعفاء الحال في المجتمع والذين لم يكن الآخرون يكترون لهم ولا يلقون إليهم بالا كان يلاطفه ويواسيه ويأخذه إلى بيته وللتذكير فإن الإمام سجاد سلام الله عليه لم تصنح له فرصة النظير ما سنحت لوالده أبا عبد الله الحسين الذي جهد في سبيل الله بالسيف وفاز بالشهادة المصطبغة بالدم الأحمر وكذلك لم تنسح له الفرصة نظير ما سنحت لحفيده الإمام الصادق عليه السلام الذي وجد الأجواء مناسبة للقيام بالجهاد العلمي فأسس المدارس والحوزات العلمية ونشر العلوم الدينية وأحيى الفكر الإسلامي إلا أن الذي يريد أن يجاهد بصدق ويخدم الإسلام بجد فإن كل الظروف فرصة بالنسبة له وغاية ما في الأمر أن شكل الفرص يتفاوت من ظرف إلى ظرف آخر بكل تأكيد كانت الظروف السياسية في زمان الإمام عليه السلام محكومة بالكبت والإرهاب وكان النظام الأموي آنذاك متشددا غاية التشدد مع أهل البيت عليه السلام وشيعتهم حتى إنهم فرضوا على الإمام في فطرة الإقامة الجبرية في بيته بما يسمى الآن بالمصطلح السياسي وهكذا لم يجد الإمام زين العابدين عليه السلام أي فرصة للتحرك والاتصال بأنصاره ولكنه لم يقعد عن الجهاد ولم يتخلى عن مسؤوليته تجاه هذا الدين كما تصور البعض بل اختار طريقا للجهاد يتلاءم مع ظروف عهده فاتخذ من الدعاء والبكاء وسيلة لخدمة الإسلام ومقارعة ومقاومة الظالمين وكانت أدعية الإمام سلام الله عليه بالإضافة إلى ما فيها من جنب المناجات مع الخالق والتضرع إليه مدرسة تحوي المعارف والعقائد الإسلامية وفلسفة الحياة والفضائل الأخلاقية وما إلى ذلك من المواضع التي حاول الأمويون بث ما يضادها في المجتمع الإسلامي وكان عليه السلام يضمن أدعيته رسائل خفية موجهة إلى شعاته لا يفمها جهاز مراقبة النظام الحاكم أنذاك وهي ما يشابه نظام الشفرة في زمننا الحاضر يدعو فيها أتباعه وشعاته إلى مقاومة الظالمين وعدم السكوت على الظلم والظالمين وكان عليه وكان عليه السلام يتخذ من كل مناسبة أو مسألة تذكر بواقعة الطف بكربلا فرصة للبكاء وكان يكثر من البكاء حتى إنه عليه السلام كان لا يشرب الماء عندما يؤتى به حتى تسيل دموعه الشريف على لحيته وتساقط في إناء الشرب الموضوع أمامه وكان من خلال بكائه ونواحيه يحمل على إحياء ذكر ثورة والده أبا عبدالله الحسين وكان دائما يذكر الناس بأسباب ثورة الإمام وقيامه من جهة ومن ومن هم الذين حربوه وقتلوه من جهة أخرى لقد كان النظام الأموي سعى جاهدا للتغطية لأخبار فورة الطفوة ووقائه ورشار مدنسيان فوقها لأنه كانوا يخافون أشد الخوف من ظاهرة حب الشهادة التي بذرها الإمام الحسين عليه السلام حينما قال إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خوذيني وبكى علي بن الحسين عليه السلام عشرين سنة حسب بعض الروايات وما وضع بين يديه طعام إلا بكى حتى قال له مولى له جعلت في ذاك يا ابن رسول الله إني أخاف أن تكون من الهالكين قال إنما أشكب وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون إني لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا خلقت إله إبراه وحسب بعض المصادر التاريخية فقد قيل له ما أنا لحزنك أن ينقضي فقال له ويحك إن يعقوب كان له إثنى عشر ابن فغيب الله واحد منهم فبيضت عيناه من كثرة بكائه عليه ودودب بهره من الغم وكان ابنه حيا في الدنيا وأنا نظرت إلى أبي وأخي وعمي وسبعة عشر من أهل بيتي مقتلين حولي فكيف ينقضي حزني لا يوجد أدنى شك أن الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه بذل جهودا جدا ضخمة وجم وذلك من خلال إرشاد الأمة كلها وتبيان الطريق المستقيم في وقت استضعف فيه الناس وصلط عليهم كل أنواع الذل والهوان من طرف حكام بني أمية فهنا أخذ الإمام السجاد المسؤولية بحكم قرابته من بيت النبوة وبرسوله صلى الله عليه وآله ولكونه المسؤول الأول في تلك الفطرة الحارجة على أصالة الفكر الإسلامي الأصيل ونقائه ثم إصاله إلى الأجيال اللحقة سالما معافا من كل الشوائب وبعيد عن أباطل الخصوم سواء من كان يكيد للإسلام المسلمين أو من كان يتربس دوائر الإنقضاض عليه أكيد أن تلك المسؤولية حملته على استخدام هذه الوسيلة المتمثلة في الدعاء الربانية وأثرها الصرمدي فيما تستنبطه من مضامين من تربية الأجيال إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها فسلام الله تعالى صرمدا على علي بن الحسين زين العابدين يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا وجعل الله عز وجل من جيرانه في الغرف العالية في الفردوس العالى إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلي الله على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد الله صلى الله الله صلى الله محمد شكرا للأستاذ محمد على هذا الإلقاء الله عز وجل وأود التذكير أخوان العزاء بأن المداخلات ستكون بعد الانتهاء من إلقائها بما فيها طبعا البحث الافتتاحي لسماحة السيد الحكيم شكرا بارك الله يتفضل الآن الأستاذ المساعد دكتور إحسان محمد التميمي لإلقاء بحثه الموسوم القيم الأخلاقية والفكرية في قصائد مديح الإمام السجاد عليه السلام وهو بحث مشترك مع المدرس المساعد رحاب حسين الأستاذ الدكتور إحسان محمد جواد التميمي حاصل على شهادة الدكتوراء في اللغة العربية وآدابها في الأدب الحديث ونقده وهو يعمل حالياً مدرساً لمادة البلاغة العربية والأدب العرب الحديث ونقده في كلية التربية أبن رشد جامعة بغداد عضو عضو أتحاد الأدباء والكتاب العراقيين حاصل على جائزة الشارقة للإبداع في المجال النقدي عن كتابه فضاءات المعادل البصري في السرد العربي له أكثر من عشرين بحثاً منشوراً وله مجموعة من الكتب المطبوعة والمخطوطة منها القرآنية في شعر الرواد له مقالات كثيرة منشورة في المجلات المحكمة وفي صحف تجاوز العشرين مقالاً وشارك في عدد من المؤتمرات والندوات وقد أشرف على عدد من الرسائل والأطاريح في الجامعات العراقية أما الباحث المشارك فهو رحاب حسين عبد فرهود حاصل على شهادة المادستير من جامعة الكوفة كلية التربية للبنات بسم اللغة العربية شكراً جزيلاً بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين وبعد السادة الحضور مع حفظ المقامات والألقاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحت راية رمز الوفاء والعطاء والأخلاق السامية أبي الفضل العباس عليه السلام ومن فيض كرمه أستمد إلقاء بضاعة المسجات القيم الأخلاقية والفكرية في قصائد مديح الإمام السجاد عليه السلام وهو بحث مشترك مع الباحث الجاد المدرس المساعد رحاب حسين العريفاوي تسعى هذه الدراسة للبحث في فرضية مفادها التحول التاريخي والإنساني والأخلاقي الذي أحدثه ظهور شخصية الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته ومن ضمنهم أحد أقطاب امتداده الطبيعي الإمام علي بن الحسين عليه السلام والملقب بالسجاد أو زين العابدين فالإمام السجاد شخصية فذة وفاعلة في تاريخ الإنسانية بفضل سماته الأخلاقية المتجلية في سنته القولية والفعلية هذه السمات الأخلاقية هي الجذر المشعع الذي أحدث تحولا في المثل والقيم والأعراف العقيمة وانطلاقا من القيم التي رسخها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حتى وصفه الله تعالى بقوله إنك لعلى خلق عظيم ووصف النبي نفسه الكريمة بقوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يقف هذا البحث عند مظاهر القيم الأخلاقية في شخصية الإمام علي ابن الحسين عليه السلام وأثرها في الشعر العربي ولا سيما قصائد المديح التي توجهت نحو شخصيته الفذة التي كانت مثالا للتأسي بأخلاق النبي وآله الكرام وقد اجتملت الدراسة على محورين أساسيين القيم الأخلاقية والقيم الفكرية في قصائد مديح الإمام السجاد عليه السلام فضلا عن مكملات البحث من التمهيد والذي يتضمن سيرته الشريفة والخاتمة التي تضمنت نتائج البحث تضمن البحث الأول أو الشق الأول من البحث سمات أو صفات الصفات التي تجلى أو تجلت في شخصية الإمام السجاد من ضمنها التقوى وهي من أهم الصفات التي اتسم بها الإمام السجاد عليه السلام الكرم الإحسان الشجاعة الفضل الحلم إلى آخره وأيضا تضمن الشق الثاني من أو الآخر من البحث القيم الفكرية التي اتسم بها الإمام وهي العلم والمعرفة والحكمة ونحن نعلم يعني كل إمام من الأيم عليه السلام كان يتسم بصفة معينة وإثبات الشيء لا يعني ما عداه يعني انتسام الإمام السجاد بقيم مثل السماحة السماحة هي قريبة إلى حد ما من مفهوم أو التسامح هو قريب إلى حد ما السماحة والتسامح قريب إلى حد ما من هذا المصطلح المعاصر الآن الذي يشغل العالم لكن الإمام عليه السلام تجاوز هذا المصطلح إلى الإحسان إلى من يسيء إليه هذا تجاوز يعني في هذا المنح سأضرب مثالا على ذلك في سيرته العطرة فقد كان هشام بن إسماعيل أمير المدينة يسيء إليه ويؤذيه أذى شديدا فلما عزل أمر به الوليد أن يشهر للناس فكان الناس يمرون به فيشتبونه فمر به علي وسلم عليه وأمر خاصته أن لا يعرض له أحد وكان له ابن عم يؤذيه فكان يجيئه ويعطيه الدنانير ليلا وهو متستر فيقول علي بن الحسين لا يصلني لا جزاه الله خيرا فيسمع ويصبر فلما مات انقطع عنه فعلم أنه هو الذي كان يصله طبعا الشمائل والصفات التي اتسم بها الإمام السجاد عليه السلام يعني غنية عن التعريف وربما لا يسع المقام أن أذكرها وقد تفضل سماحة السيد الحكيم أيضا بذكرها مشكورا من أهم القيم الأخلاقية التي اتسم بها الإمام هي التقوى التقوى في معناه اللغوي يدل على الصيانة والوقاية والستر وحفظ الشيء مما يحدق به من الأذى أما اصطلاحا فالتقوى اتخاذ الوقاية وعند أهل الحقيقة هو الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته وهو صيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك نجد ذلك طبعا في قول الفرزق وهو من البسيط هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم طبعا طبعا نلاحظ يعني يبدأ الشاعر بكلمة هذا وهو تعريض لدينا في علم البلاغة تعريض بهشام ابن عبد الملك حينما أنكر معرفته للإمام السجاد فكان جواب الفرزق بكلمة هذا ابن خير عباد الله كلهم يعني بمعنى أنه أنت الذي تنكره هذا معروف طبعا أيضا يستعمل الشاعر هذا التقي النقي الطاهر العلم صيغ الإسمية دائما في وصفه للإمام السجاد عليه السلام ونحن نعلم أن الإسم أو الأسماء تحمل صفة الثبوت أكثر من الأفعال مثال ذلك لأن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك وهذا خطاب بين هابيل وقابيل فاستعمل كلمة ما أنا بباسط وهي تدل على السكون والثبوت بوصفها اسما ولم يستعمل كلمة ما أنا أبسط أو بسطت يدي لأقتلك لأن الفعل يدل على حدث زادا زمن ومن ثم يدل على الإجرام ومن ثم الندم الذي وقع فيه قابيل حينما قتل أخاه هابيل وهذا طبعا يتجلى أيضا في وصف الفرز دقلي الإمام السجاد حينما يقول التقي النقي وهي صفات ثبوتية عند الإمام أما الدكتور الأحمد الوائلي فقد جسد هذه الصفة في قصيدة بعنوان في مدرسة الإمام السجاد عليه السلام إذ يقول فيها تزاوله من خشية الله رعدة إذا خطرت بالوعي منه العزائم وتنعشه من رحمة الله هبة تمر بها للمتقين نسائم ونلاحظ هذا تناص واضح استلهمه الشاعر المرحوم الدكتور أحمد البائلي من المدونة التي دونت عن تقوى الإمام السجاد وعبادته كما في الرواية أنه ورد أنه عبد الله دقيقتان ورد أنه عبد الله حتى اصفر لونه من السهر ورمضت عيناه من البكاء ودبرت جبهته وورمت ساقاه وقدماه من القيام في الصلاة أيضاً من السمات الأخلاقية التي تميز بها الإمام السجاد عليه السلام السماحة ولذلك يقول فرزق حمال أثقال أقوام إذا افتدحوا حلو الشمائل تحلو عنده نعم ما قال لا قط إلا في تشهده لو لا التشهد كانت لا أه لا أه نعم هنا طبعاً نعم أو وصف النعم هي لدينا فيها بمعنى كناية كناية عن سعة صدره وعلو همته وقضائه حوائج من يطلبه قاصداً فهو لا يعرف الرفضة واستجابته مباشرة دائماً لأصحاب الحوائج والمقاصد الاستجابة الممزوجة بالسماحة والمحبة أيضاً مثال وقت ربما أزف الوقت أكتفي بهذا القدر شكراً رئيس الجلسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً جزيلاً دكتور إحسان لمراعاتك الوقت يتفضل الأستاذ المساعد دكتور محمد خضير عباس وبالاشتراك مع الشيخ الأستاذ المساعد دكتور خالد يونس النعماني لإلقاء بحثه المعنون المواعظ القرآنية في حكم الإمام زين العابدين عليه السلام دكتور محمد أو شيخ خالد هما موجودان الشيخ جاسم موجود تفضل الشيخ خالد تفضل 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 نعم الأستاذ المساعد الدكتور الشيخ خالد يونس النعماني من تولي طبعا النجف المرتبة العلمية الأستاذ مساعد الدكتور الإختصاص الشريعة والعلوم الإسلامية يعمل حالياً في كلية الشيخ الطوسي الجامعة حاصل على شهادة الدكتوراء في علوم القرآن والحديث الشريف كلية الفقه ما رسل مجموعة من المهام العلمية والإدارية منها أمين عام مؤسس الدراسات التخصصية في نهج البلاغة له مؤلفان الأمن في القرآن والسنة والثاني موارد الرقابة الإلهية في القرآن الكريم له أكثر من أربعين بحثاً منشور في مجلات عالمية ومحلية والباحث المشارك له في هذا البحث الأستاذ المساعد محمد خضير الجيلاوي حاصل على شهادة الدكتوراء في فلسفة التراث العلمي العربي يعمل أيضاً في كلية الشيخ الطوسي الجامعة وله مجموعة من الكتب المطبوعة وأكثر من ثلاثة واربعين بحثاً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين السلام على صانعي من الحمد العاشوراء سيدي مولاني بعبد الله الحسين ومشفظ العباس والإمام المحتفى به الإمام علي بن الحسين اللهم صل على علي بن الحسين إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين في البداية لابد من كلمة شكراً لأمان العامة العتبة العباسية المباركة ولجميع الأخوة العزاء في خدمات والعاملين في هذه العتبة المباركة من الضروري أن حينما نتحدث عن الموجود العابدين أن يكون الموضوع حتى الحمد منه السلام الله عليه يقول السلام الله عليه كما ذكر الأخ في عرافة الحفل الحمد لله الأول بلا أول كان قبله قبله والآخر بلا آخر يكونون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الإمام زي العابدين عليه السلام بصراحة كان يركز على قضية الحمد كما تعلمون أيها السادة العزاء أن معلم الإنسان ثلاث الله والإنسان والحيوان يتقوا الله وعلمكم الله الإنسان الأنبياءهم والأمة وبرثة الأمة والعلماء ومعلم البشرية وإذا لم يستفد الإنسان لا من الله ولا من الإنسان يتعلم الحيوان يتعلم من الغراب كابن آدم أو في حاجة كثيرة عن أم عليه السلام يقول تعلموا من الغراب ثلاث بكوروا في طلب الرزق وحذروا واستثاروا في سفاده المهم الإنسان يجب أن يتعلم والمعلم الأول هو الله وبعد الأمة عليهم السلام السلام الله عليهم كنا صبيع حينما نجلس على المائدة يعلموننا أهلنا أن نبدأ بالتسمية بسم الله الرحمن الرحيم وحينما ننتهي نقول الحمد لله هذه السنة بدأت تختفي مع الأسف ولا بد من الرجوع إلى البيت وهذا يعني أنا حينما أشكر العتبة العباسية ليستنهضها ويستنهض جميع العتبات والأماكن المقدسة لهذا الإحياء إحياء تراث أهل البيت عليه وسلام بالنسبة إلى مثلا الحمد لاحظوا كيف يفسر الحمد أهل البيت عليه وسلام مرة يفسروا ويعرفوا آخرين مرة أهل البيت يقول والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من منانه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة شيء يصير يقول لتصرفوا في منانه فلم يحمدوه وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه وإذا ما سووا شيء يصير يا سيدنا يا مولاي ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية فكانوا كما وصف في محكم كتابه إنهم كالعنعام بل هم أظلوا سبيلا يعني الفلسفة والمناطق يعرفون إن الإنسان إن إنسان حيوان ناطق هذا لا يكفي هذا التعريف ناقص تعريف بالحد والرسم كما تعلمون هذا ليس تعريف الإسلام الحقيقي تعريف الإمام عليه السلام هنا هو أن الإنسان حيوان ناطق ونحامد ونشاكر هذا تعريف الكامل الصحيح للإنسان شن قيمة الإنسان تصرف بأموال الله سبحانه وتعالى ونحمه وهو لا يعرف الله ولا يشكر الله ولا يحمد الله لا قيمة له كما قال في كتابه إنهم كالأنعام بل هم أظلوا سبيلا طبعا حينما ينهاه الشريعة عن الحرام وينهاه عن الساد السرقة أو الرشا أو ما لذلك أو الربا هذه كله حرام هذه أمراض لكن الحيوان لم يكن يفهم هذه الأشياء ولم يتقدم لها حينما يطون أجلكم والله حلفا فيه رائح غير طيبة لا أكلها لأنه أين يذهب بذلك مرضى هذا مع علمه أن هذه تقتل روح الإنسان ونسل الإنسان ومجتمع الإنسان هذه المسائل من ما يحدث اليوم في مجتمعاتنا هذه قاتلة مع ذلك يسر ويأخذها ولا يعتني بها طبعا حق الله يقول اللي يمكن إنعامهم هذا السبيل إلا العام افتهمت إذا ما افتهمت إذا جابت بلاء البشرية اليوم هذه المشكلة بحثنا طبعا هو عنوان المواعف القرآنية في حكم الإمام زين العابدين عليه السلام الإمام ومن أفتهم ومن أفتهم ومن أفتهم دراسة في جميع الشؤون والفنون وقد أفت عنه كذلك بين الخاصة العامة بغزارة العلم تطرق حقه في الدليل والحجة ولا غرابة في ذلك فهو معدن العلم ووارث الحكمة وينبوع المعرفة فشاع صيته في الآفاب وأصبح ملء السمع والبصر ومقصد العلماء والفقهاء والروات والمحدثين والمحدثين الذين أخذوا منه صنوف المعرفة الإسلامية من تفسير وحديث وحقائد وأخلاق ويفيض عليهم في علوم آبائه من علوم آبائه الطاهرين ويمرن الناهين منهم على التفقه في التفقه والإستنباض فعلوم الإمام عليه السلام تعد امتدادا طبيعيا لعلوم آبائه وحكم الإمام التي تطرقنا لها في بحثنا هذا تمثل الإبداع وتطور الفكر وأصالة الرأي والتحكي خلاصة التجارب التي ظفر بها الإمام عليه السلام في حياته وهنا تقتصر على جانب خاص من جانب الحياة وإنما كانت شاملة لجميع نواحيها وقد نظر الإمام بحكمته بحكمه بعمق وشمول إلى شؤون الإنسان جميعها فوضع الحلول لتلك الشؤون ولتلك القضايا وهذه الدراسة عن وهذه الدراسة عن قبس من نور الله تبارك وتعالى وفعتا من رحمانيته وكنزل من كنوز حكمته وقد تم اختياره لهذا الموضوع لما له من أهمية في حيات المسلمين واشتمنت محاول البحث على التمهيد وقد تعرضنا فيه لمعنى الموعظة والحكمة في اللغة والاصطلاح ليكون مدخل للبحث وبعد ذلك اخترنا عشرة من هذه الحكم في مختلف المجالات وقمنا بتحليلها ثم ذكرنا الآيات القرآنية المتعلقة بهذه الحكم بسرعة أنا منخص البحث أقوله لكم وخلص البحث إلى ما يلي أولاً كان الإمام عليه السلام الذي ملأ الدنيا في مرحلته علماً كأفضل ما يكون العلم في المظلومية الإمام هنا أنا أضعها بين القوسين سنة 95 توفي الإمام واسمه عام العلماء لأنه كنت شمعان من البصر وغيره على تضيع اسم الإمام كما أنه مثلاً بعد الإمام الرضا عليه السلام اسموا أولاد الرضا حتى لا يربطوا أنهم برسول الله والزارة يعني معركة كبيرة ولكن دارها أهل البيت إدارة رائعة جداً أوصلوا علينا اليوم وهذا دليل على أن فكر أهل البيت فكر متين وهو يكفي للبشرية جمعاً كعماق ما تكون الروحانية و وإخلاقاً أفضل ما تكون الأخلاق وهكذا بقي الإمام في امتداد الحياة لنتعلم منه دائماً وقد فتح عليه السلام آفاقة من العلم لم لم يعرفها لم يعرفها الناس منذ قبل منذ قبل فقد تعرضها لعلوم الشريعة الإسلامية من الحديث والفقه والتفسير وعلم كلام والفلسفة وقد أصبح في المدينة المنورة بعدما عاد إليها واستقر فيها منارة للعلم والحكمة وينبوعاً للعلوم والمعارف ومرجعاً للدين وإماماً للمؤمنين والمتقين ثانياً خرجت مدرسة الإمام زي العابدين عليه السلام كوكبة ممن رووا عنه من العلوم ما لا يحصى منهم العلماء والفقهاء والمفسرون الذين سطعت أسمعهم في العالم الإسلامي وعليهم يعود الفضل في دفع عجلة الإحياء العلمي في ذلك العصر الرهيب وما تلاه من عصور ولا ينحص تراث الإمام عليه السلام فيما كتب وما روي عنه فقط بل يمكن أن يتسع لكل عمل تربوي صدر عنه عليه السلام وبقة آثاره في المجتمع الإسلامي ثالثاً وأخيراً ترك الإمام عليه السلام للأم الإسلامية بل وللإنسانية جمع مجموعة من الآثار العلمية والذخائر النفيسة التي تدل على مكانته العلمية وغزارة معارفه وعلومه وقد حظيت لنا وقد حفظت لنا كتب الحديث والتاريخ والسيرة مجموعة من تلك الآثار العلمية ومنها الصحيفة السجادية وقد أصبحت من الكتب المشهورة متداولة بين المسلمين وحظيت باهتمام العلماء والباحثين وقاموا دراستها وشرحها والإفادة من محتوى ومن عارف وعلوم أقول قولي وأستغفر الله لكم وأشكركم كثيراً على حسن الإجتماع وأخذ دعوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطائرين شكراً جزيلاً لجناب الدكتور الشيخ خالد على ما أقار من وقفات في مجال المواعظ القرآنية وإذا كان الآن الشيخ حسن يوسف موجود يتفضل يلقي علينا موجز بحثه المعنون مواجهة الإمام زين العابدين لبذور التصوف في عصره وسنضغط الوقت قليلاً قدر الإمكان بقي لدينا بحثان في الواقع سنضغط على أخوان الباحثين ليكون أقل من ربع ساعة الشيخ حسن يوسف حسين هو حاصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة الكويت وطالب حالياً في الحفزة العلمية الشريفة في النجف الأشرف من مؤلفاته مليكة الروم تحقيق في سيرة السيدة نرجس عليه السلام بالمقارنة بين المصادر الإسلامية والبيزنطينية وسلسلة فوائد في السيرة مجموعة مقالات في سيرة الأئمة عليهم السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سادة الفضلاء أصحاب السماحة السادة والمشايخ الكرام والأخوة الحضور جميعاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع البحث دور الإمام زين العابدين صلى الله وسلم عليه في مواجهة بذور التصوف في زمانه في الواقع التصوف كزهد منظم أو كفرقة دينية نشأ متأخر عن حياة الإمام زين العابدين يعني يرجع إلى أواخر القرن الثاني أو بداية القرن الثالث الهجري ولكن في زمن الإمام زين العابدين شيء أشبه ببذور أنتجت هذه الظاهرة هذا المذهب المنحرف وفي الواقع كان أشبه بردة فعل اللي حصل في الدولة الإسلامية من ظلم لأهل البيت وقتل لسيد الشهداء هذا من جهة ومن جهة أخرى الانقلاب على المفاهيم الإسلامية الإسلام قام يعني إسلام الفقراء إسلام عمار بن ياسر إسلام سلمان أبو ذار بلال بن رباح شون قلبة الموازين النبي صلى الله عليه وآله كان يجلس على الحضيظ يجلس جلسة العبد صار الخلفاء في الدولة الإسلامية أشبه بالأكاسرة والقياصرة يعني حالة أخرى وهذا وهذا كله تقصير المجتمع الذي قصر في نصرة أهل البيت وما نصر أهل البيت وجعل الأمور تأول إلى غيرهم الذي ساد هذا الترف والطبقية والتفرقة والمسخ للقيم الإسلامية هذا خلق ردة فعل عند المجتمع أفرز هذه الظاهرة النسك النسك والزهد على غير السنة فالإمام زين العابدين سلام الله عليه كان بدورة كأن أشبه بالتصدي لهذه الظاهرة طبعا إذا نقرأ سيرة الأمة نشوف مثلا الإمام الباقر عليه السلام في مرحلته يبقر العلم بقرة هل كان من المناسب أن الإمام زين العابدين يبقر العلم بقرة والإمام محمد الباقر يكون هو سيد الساجدين في زمنه لا بدأكو ظروف تحكم أن أفضل سلوك أفضل عمل أفضل طريقة للتصدي للدين أن يكون الإمام علي بن الحسين هو زين العابدين أكو مرحلة اقتضت ذلك أن يظهر النموذج المثالي في العبادة في الواقع مثلا الإمام زين العابدين ما كانت عبادته أكثر من عبادة أمير المؤمنين وإنما المائز أن الإمام زين العابدين أظهر هذه العبادة للناس صار ما يتعبد في خلواته أمام الناس حتى النموذج الصحيح للعبادة يظهر للملأ في ذاك الزمن يعني عرف في البصرة وفي الكوفة وفي المدينة حالة زهد أكو أعلام أكو أعلام أن أتحرث لذكر بعضهم كانوا أعلام النساك والزهاد في ذلك العصر أبرز شيء البصرة كانت مالك بن دينار أيوب السختياني صالح المري رابع العدوية شخصيات كثيرة عرفت بالزهد والزهد عندهم كان على غير السنة ظواهر عجيبة كانت أكو عبارة لإبن تيمية يتكلم عن هذا الموضوع أكو عبارة إبن تيمية يقول أن أول ما ظهرت الصوفية من البصرة وأول من بنى دويرة الصوفية اللي هي مثل دار عبادة مأخوذة من الدير دير الراهب بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد من عباد البصرة بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد وعبد الواحد من أصحاب الحسن البصري وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك ما لم يكن في سائر الأمصار ولهذا كان يقال فقه كوفي وعبادة بصرية طبعاً في الكوفة أيضاً كانت ظاهرة زهاد لكن الكوفة لميلها لأهل البيت وتشيئها لأهل البيت الظاهرة ما سارت هذا المسير المفرط والمتوغل في الانحراف يعني منذ هذا الكوفة أبو حمز الثمالي رضوان الله عليه وأول ما التقى بالإمام زين العابدين أعجب بعبادته فتبعه هذه الرواية الموجودة في الكافي وفي فرحة الغريب في مصادرنا المعتبرة لكن الكتب اللي تتعرض لترجمة العباد مثل حلية الأولياء وصفة الصفة وغيرها تتعرض لذكر أبي حمز الثمالي باعتباره من زهاد ذلك العصر لكن دور الإمام زين العابدين قوم طريق عباد البصرة بحيث حتى طاوس اليماني اللي هو عباد الكوفة العفون اللي يعتبر من عباد الكوفة تأثر بالإمام زين العابدين سلام الله عليه وغيرها اللي بعضهم يذكر أنه بعد يعني عقيدة وسلامة معتقدة كانت سليمة إلى أبعد الحدود بعضهم لا في شأنهم كلام مثل أبي إسحاق السبيعي لكن مع ذلك الانحراف اللي كان في البصرة غير موجود في عباد الكوفة بل يظهر أن كثير من هذه الحالات في البصرة كانت مشوبة بوساوس الشيطان والتباهي ومن ذلك ما يظهر من هذه الحادثة وفيها تباهي عابد من عباد البصرة صالح المري مع عابد من عباد الكوفة محمد بن صبيح بن السماك إذ روي عن صالح المري قال قدم علينا بن السماك مرة فقال أغني بعض عجائبي عبادكم فذهبت به إلى رجل في بعض الأحياء في خص بيت من خص فاستأذننا عليه فدخلنا فإذا رجل يعمل خوصا له فقرأت إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون يقول فشهق الرجل شهقة فإذا هو قد يبس مغشيا عليه أي حالة في البصرة فخرجنا من عنده وتركناه على حاله وذهبنا إلى آخر فاستأذننا عليه هذا عابد من عباد البصرة يصحب عابد من عباد الكوفة كأنه يتباهى بحالة الزهد الموجودة فقال ادخلوا إن لم تشغلون عن ربنا فدخلنا فإذا رجل جالس في مصلاه فقرأت ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد فشهق شهقة فبدر الدم من منخره ثم جعل يتشحط في دمه حتى يبس فخرجنا من عنده وتركناه على حاله حتى أدرته على ستة أنفس كل نخرج من عنده وهو على هذه الحال ثم أتيت به السابع فاستأذنت فإذا امرأة له من وراء الخص تقول ادخلوا فدخلنا فإذا شيخ فان جالس في مصلاه فسلمنا فلم يعقل سلامنا فقلت بصوت عال إن للحق غدا مقاما فقال الشيخ بين يدي من ويحك ثم بقي مبهوتا فاتحا فاه شاخصا بصره يصيح بصوت له ضعيف حتى انقطع فقالت امرأته اخرجوا عنه فإنكم ليست تنتفعون به الساعة فلما كان بعد ذلك سألت عن القوم فإذا ثلاثة قد أفاقوا وثلاثة قد لحقوا بالله عز وجل وأما الشيخ فإنه مكث عن ثلاثة أيام على حالته مبهوتا متحيرا لا يؤدي فرضا فلما كان بعد الثلاثة عقل الساعة الظاهرة المذكورة عن وضع البصرة ذاك اليوم يعني أظهر أنها مزيجة ببعض الأكاذيب والتباهي والرياء ومثل ذلك الإمام زين العابدين تصل طبعا أنا ذكرت بعض أعلام النساك فهرست لهم نقلا عن هذه الكتب المعروفة حلية الأولياء وغيرها وذكرت عبادة الإمام زين العابدين أشرت لهب ما هو معلوم للأخوة الأفاضل الإمام زين العابدين تصدى لهذه الظاهرة تصدي عملي بعدة كيفيات الأول في كيفية قراءة القرآن كيفية قراءة القرآن اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسوق وأهل الكبائر فإنه سيجيء من بعد أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية لا يجوز تراقيهم قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم هذه الحالة قراءة القرآن بألحان أهل الرهبانية كانت موجودة في البصرة من زهاد البصرة إبراهيم بن أدهم يقول تعلمت المعرفة يعني الزهد من راهب يقال له أبا سمعان ويذكر كيفية التعلم منهم ويذكرون أن أول من قرأه في البصرة بالتحزين هو صالح المري ومات جماعة من من سمع قراءته أكذا يدعون وروى الحارث بن سعيد قال كنا عند مالك بن دينار وعندنا قار يقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها فجعل مالك ينتفض وأهل المجلس يبكون ويصرخون حتى انتهى إلى هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى يقول فجعل مالك والله يبكي ويشهق حتى غشي عليه فحمل بين القوم صريعا هذه قصص كثيرة تشوف بينما يريد يسأل الإمام الصادق عن ذلك عن باب كامل في الكافي في من يظهر الغشية عند تلاوة القرآن يقول سبحان الله الإمام الباقر ذاك من الشيطان ما بهذا نعته إنما هو اللين والرق والدمع والوجن بينما قراءة الإمام زين العابدين الرواية أيضا في الكافي الشريف إن علي بن الحسين سلام الله عليه كان يقرأ فربما مر به المار فصعق من حسن صوته وإن الإمام لو أظهر من ذلك شيئا لم احتمله الناس من حسنه قلت راوي سأل ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي بالناس ويرفع صوته بالقرآن فقال إن رسول الله كان يحمل الناس من خلفه ما يطيقون كأن الإمام زين العابدين لمسألة الظرف المحيط به كان يقتضي أن يظهر كمال تلاوته للقرآن لهذه الحالة الموجودة في المجتمع الكلام أطول من ذلك وأنا أخذت من وقتكم في كلام على إجابة دعاء مصادق تحدي الإمام لصوفية البصرة روايات كثيرة في ذلك ومظاهر أيضا عبادة الإمام وزهد الإمام الزهد الحقيقي وعدم رغبته وإقباله على الدنيا كلام مفصل بحث طويل إن شاء الله إذا طبع نشوف ملاحظاتكم عليه وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله سيطبع إن شاء الله في الوقاعة شكرا شيخ حاسم يتفضل الآن الشيخ جاسم الكركوشي وأنوان بحفه منهاج الإمام السجاد عليه السلام في تربية المجتمع من خلال السلوك العملي وكما يقال الشيخ جاسم من أهل الدار وسيراعينا في هذا الجاهل سلام ورحمة الله الشيخ جاسم الكركوشي من محافظة كربلاء المقدسة هو طالب دكتوراه حاليا في جامعة المصطفى العالمي سيدنا الجلي وهو طالب في البحث الخارج في كربلاء المقدسة أستاذ لمواد متعددة دراسية في المدارس الحوزوية في كربلاء المقدسة له مجموعة من المؤلفات والبحوث الأصولية والفقية السادة الحضور السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته البحث طبعا حسب ما خبروني الأخوان أنه يعني نقتصر في خمسة دقائق يعني الوقت المتاح يبدو هكذا البحث هو عبارة عن مبحثين ومقدمة وخاتمة ونتائج طبعا موضوع البحث هو منهاج الإمام عليه السلام في تربية المجتمع من خلال السلوك العملي باعتبار أن السلوك العنلي المباشر كان ممنوعا على الإمام عليه السلام فباعتبار أن تربية المجتمع يأخذ بيده إلى الكمال والاستقرار طبعا والحفاظ عليه من الضياع ومن الفقر ومن الحاجة ومن التفكك ومن وظائف الإمام المعصوم ورغم الموانع الموجودة ومنها رفض إمامة الإمام من قبل السلطة الحاكمة ومحاولتها الفصل بين الإمام والمجتمع إلا أن الإمام عليه السلام قام بهذه المهمة الكبيرة والمسؤولية الجسيمة رغم الظرف الحساس الذي كان يعيشه من ظروف التقية المشددة التي فرضته عليه حكومة بن يومية باعتبارها الوليث الشرعي للإمام حسين عليه السلام ووليدمه فقيدته هذه القيود المفروضة إلا أنه اتخذ من سلوكه العملي منهاجا لتربية المجتمع من خلال اهتمامه الكبير بالطبقات الهشة في المجتمع وهو طبقة العبيد وطبقة الفقراء والإيتام وكذلك سلوكه العملي أيضا مع باقي طبقات المجتمع وحتى من أعدائه ومن من أساء إليه من خلال وسائل متعددة ومنها الإحسان إليهم أو السائل في قضاء الحوائج المحتاج منه فبسبب انشغال بني أمية بالظروف السياسية عن الاهتمام بالمجتمع مما أدى إلى انتشار الفقر والظلم والجهر إضافة إلى نشوء بعض الحركات السياسية والدينية المنحرفة وانتشار أفكارها في المجتمع فكانت المهام مصعبة وثقيلة على كهل الإمام عليه السلام خاصة مع إنكار الكثير من أهل المدينة لإمامة الإمام عليه السلام وتشرضم مجتمعا للمدينة بين حكم بني أمية وبين حكم آل الزباية في كل تلك الأجواء كان على الإمام أن يقوم بعباء الإمامة الإلهية التي أمر الله تعالى بها فتصدى الإمام عليه السلام لها وقام بحمل هذه الأعباء وبدأ بمواجهة التحديات التي تعصف بالمجتمع فقام بدوره المناط به من إصلاح المجتمع من جميع النواحي من خلال الأسلوب العملي فبالنسبة إلى الطبقة الأولى الطبقة العبيد التي اهتم الإمام عليه السلام بتربيتها والاهتمام بها أي ما اهتمام فقد اهتم بها عليه السلام إذ هم الطبقة الأكثر ضعفا في المجتمع والأكثر عددا والأكثر معاناة والكثير منهم طبعا تحت الشدة من صور تربيةهم للمجتمع على نحو السرعة نأخذ أولا تربيتهم الدينية من خلال السلوك العملي فقد كان هذا السلوك الأثر الكبير في تربية المجتمع التربية الدينية والتأثير عليهم وتأثرهم به وبالتالي صنع جيلا من العبيد الذين سيصبحون أحرارا فيما بعد قد تربوا تربية خاصة وتأثروا بسيدهم تأثرا كبيرا ليكونوا نواة لبناء مجتمع متدين متهجد عابد نشر من خلاله الإمام عليه السلام الإسلام الحقيقي إلى أرجاء المعمورة فنره مثلا كثيرا ما كان يتهجد بالليل يناجي ربه ويدعوه على مسمع من عبيدي وإمائه باكيا متحبة حتى حفظوا عنه تلك الأدعية التي زغرت بها الصحيفة السجادية النقطة الثانية تربيتهم الأخلاقية من خلال سلوك العمل أيضا فكان الإمام عليه السلام كثير رحم في تعامله في تعامله مع العبيد وكثير الصبر والعفو عن المسيء لذلك نأخذ مصداق على نحو السرعة مثلا أنه ورد أنه جارية كانت له تسكب على يد الماء سقط الإبريق من يدها على وجهه الشريف فشجهوا فبادرت الجارية قالت أن الله يحب المحسنين الكاظمين وبالتالي قام الإمام بعتقها النقطة الثالثة تربية العبيد من خلال رفع شأنهم في المجتمع ومنزلتهم فمثلا يروى أنه أعتق البعض من إمائه وتزوجها لرفع شأن العبيد والنقطة الرابعة هي تربية المجتمع من خلال توجيهاته في حفظ كرامة العبيد فقد جعل لهم نصيبا في رسالة الحقوق النقطة الخامسة هو تربيتهم على استذكار واقعة كربلاء والبكاء على الإمام الحسين عليه السلام فقد كان الإمام عليه السلام يعلم الناس وخاصة طبقة العبيد من خلال السلوك العملي يعلمهم ثورة ومأساة كربلاء العظيم رغم المنع من ذلك إلا أنه اتخذ من هذا السلوك وسيلة لتعليمهم النماذج كثير طبعا لا نستطيع الخوف فيها جميعا الطبقة الثانية التي اهتم بها الإمام السجاد عليه السلام هم طبقة الفقراء والأيتام والمعوزين فقد اهتم بهم اهتماما كبيرا فكان من سلوكه العملي المستمر أنه كان ينفق عليهم سرا أكثر منه علنا بل كان يعول الكثير منهم من غير أن يعرفوا من الذي كان يعولهم وكان من سلوكه اليوم هو الخروج ليلا إلى بيوت الفقراء حاملا معه الطعام ليطلقوا أبوابهم من غير أن يعلم به أحد وكان هذا سلوكه إلى آخر أيام حياتهم والنماذج طبعا كثيرة نتحول إلى الطبقة الأخرى التي كانت محط اهتمام الإمام وتربيته هي طبقة المسيئين له فهناك من الحوادث التاريخية التي نقلت أنه كيف تصرف مع مروان الذي كان سببا في واقعة كربلاء حيث أنه آوى عياله عنده عندما ثار عليه أهل المدينة كذلك باقي الطبقات يهتم به الإمام عليه السلام فكان مثلا يهتم بقضاء حوائج الناس بشكل يبهر العقول ومن هذه النماذج مثلا أنه كان لا يسافر إلا مع رفقة لا يعرفونه ويسترط عليهم أن يكون من خدم الرفقة فيما يحتاجون إليه فسافر مرة مع قوم فرآه رجل فعرفه فقال لهم أتذرون من هذا؟ فقالوا لا قال هذا علي بن الحسين فوثبوا إليه فقبلوا يده ورجله وقالوا يا ابن رسول الله أردت أن تصلنا نار جهنم لو بدرت منا إليك يد أو لسان ما كنا قد هلكنا إلى آخر الدهر فمن الذي يحملك على هذا؟ فقال إني كنت سافرت مرة مع قوم يعرفوني فأعقوني برسول الله صلى الله عليه وآله ما لا أستحق فأني أخاف أن تعطوني مثل ذلك فصار كتمان أمري أحب إليه نتحول إلى النتائج حتى لا نطيل عليكم ظهر للباحث النتائج الآتية أن الإمام السجاد عليه السلام كان أمامه مسؤولية كبيرة في تربية المجتمع إلا أن الظروف التقية كانت تمنعه من العمل على ذلك بصورة علنية كذلك محاولة السلطة الفصل بين الإمام والمجتمع ثانيا استبدل الإمام السجاد عليه السلام طريق التعليم المباشر والعلني بطريق التعليم من خلال السلوك العملي فكان يربي المجتمع من خلال هذا السلوك ثالثا أوصل الإمام السجاد عليه السلام قضية عاشراء إلى العبيد وإلى باقي المجتمع من خلال سلوكه العملي المتواصل من خلال البكاء عليه لسنين متمادية مما جعل منه سلوكا يوميا ومتعارفا لدى العبيد وانتقل هذا الحزن إلى الأجيال الأخرى وإلى البلدان الأخرى فكان سببا في انتشار القضية الحسينية وإبقاء جذوتها متقدة في النفوس رابعا كان لسلوك الإمام السجاد عليه السلام العملي الأثر الكبير في تأثير أو تأثر المجتمع به وبهذا السلوك الملائكي مما أدى إلى انبهار العبيد بهذا الدين وبهذا السلوك وبالتالي تمسكهم بهذا الدين الإنساني القيم ومن ثم انتقال هذا الدين إلى البلدان المتعددة التي عادوا إليها كأفريقيا وغيرها بعد تحريرهم من قبل الإمام عليه السلام خامسا أن التاريخ وقفة إجلال وإكبار لهذا السلوك العجيب بحيث أنه احتفظ بالكثير من النماذج المذهلة من سلوك الإمام عليه السلام رغم المنع والتعتيم على فضائل أهل البيت عليه السلام عليه السلام في فترة حكم بني أمية نسأل الله شفاعة السجاد لنا ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الله محمد أعتذر للاختصار كثيرا كما طلبوا مني الأخوات الله يحفظ شكرا جميع الشيخ يتفضل الآن الشيخ عقيل عبد الحر لإلقاء موجز بحثه وهو موجز الموجز إن شاء الله والبحث الأخير الجودة والإتقان في منهج القرآن الكريم جودة الحياة في تراث أهل البيت الإمام زين العابدين إن موذجا وأظننا يعني لو سمحتم في الحقيقة سنكون مجبورين في التخلي عن المداقلات السلام عليكم الشيخ عقيل النصراوي خطيب حسيني منتسب في قسم الشؤون الفكرية والثقافية بصفة مؤلف له مجموعة من المؤلفات منها الدرر الفاخرة في سيرة المصطفى الطاهرة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآل محمد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أقرأ عليكم ملخص بحثنا الموسوم جودة الحياة أو الجودة والإتقان في منهج القرآن الكريم جودة الحياة في تراث أهل البيت الإمام السجاد أنموذجا أحبتي مصطلح الجودة ظهر في زماننا هذا حيث لم يكن زمن ظهوره بالبعيد وأن الهدف هنا هو إثبات أمر مهم جدا وهو أن المصاديق التي ذكرها علماء رواد الجودة الشاملة قد نص عليها الإسلام من خلال القرآن الكريم وأحاديث أهل البيت عليهم السلام فالذي يريد أن يثبته البحث هو أن الجودة والإتقان من صلب العقيدة الإسلامية وهو أحد مناهج أهل البيت عليهم السلام نقطة أخرى يهدف البحث إلى الوصول إلى حقيقة معنى الجودة بمختلف أبعادها ليتسنى لنا الخوض في معانيها والتعرف على أصولها في منظور القرآن الكريم وما يتعلق بمفهوم جودة الحياة وكيف أن الإنسان يصل من خلالها إلى نيل السعادة والرفعة والصحة لا سيما الأمن والأمان في الدارين الدنيا والآخرة كل ذلك من خلال تسليط الضوء على أحاديث وتعاليم الإمام السجاد السجاد عليه السلام كنموذج في البحث ثم استنباط ما يتعلق بجودة الحياة من طيات تراث الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام التي وردت في المصادر المختلفة نعم يهدف البحث كذلك اختصارا تحليل وذكر العناصر الموجودة في شخصية الإمام السجاد عليه السلام تقديم نموذج متكامل للحياة السعيدة يراعي جميع جوانب الأفراد والمجتمعات المادية والمعنوية والاجتماعية من خلال المنهج الذي خلفه الإمام السجاد عليه السلام وهو المنهج الذي يسعى لتأسيس جو متكامل يشتمل على جميع مصادق الجودة التي تجعل من الإنسان يعيش حياة طيبة قدر الإمكان أخرى استخلاص الدروس والعبر من مفهوم جودة الحياة في فكر الإمام زين العابدين عليه السلام هنا ينتهي البحث عندنا ولله الحمد أولا وآخرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفظك الله وجعلك كثير المعونة خفيفة المعونة حفظك الله شكرا جزيلا شكرا على هذا الجهد الطيب المبلوض أسأل الله عز وجل لكم ونحن بمعياتكم حصن العاقبة معي أم صورة عامة ونحن بمعياتنا ونحن بمعياتكم حصن العامة ونحن بحث عن عمران ونحن بمعياتكم حصن العامة من لبنان حقيقة ارتحل للعام الآخر وجون الثاني الأستاذ بقريض الحمد لله على سامته ولم ببلد العراق لكن عبارة إن كان الدين المحمد لم يستقم فيها سوى خدين لم تصدم الحسين وإن كانت هذه العبارة طابقة الحال والمقال كما يقولون ولكن الخطيبة شار الحسيني محسن والحب من كربلاء فقط من نسبة الدكتور خالد يعني سواء عن نحن سواء فقط ذكر بأنه تعريف المناطق الإنسان بأنه حيوان حيوان ناطق خطر أو غير صحيح وإنما ما أدحن شاكر أنا أقول المدح والشكر جاء عن نتيجة الناطقية أنا أقول ذلك جزاكم الله خير وأفر جزا وأعتذر على التجاوز يعني خف ممنوع شكرا جزيلا حق الرد فيما بعد لأنه الأذان بعد فريضة واجب مولانا جناب الشيخ الله يحفظكم شكرا لجميل أصغائكم وصبركم شكرا لأمانة العتبة العباسية المقدسة وأسأل الله عز وجل أن يديم علينا خدمة مولانا أبي الفضل العباس وخدمة تراث أئمتنا صلاة الله عليك وأترك المكان للأخ عارف الحق الشكر الجزيل والثناء الجميل لإدارة هذه الجلسة البحثية ولكل الأساتذة الذين قدموا بحوثهم نفع الله بكم وأدام مداد أقلامكم خدمة للدين والمجتمع والناس أجمعين أيها الأحبة أيها الأكارم وصلنا معكم إلى فقرة الشهادات التقديرية وشهادات المشاركة للأساتذة البحثين الذين قدموا بحوثهم والذين تقدموا بالبحوث ولكنهم لم يتلونها وأجلت القراءة إلى وقت آخر يتفضل السيد نائب الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة الأستاذ المهندس عباس موسى بتوزيع أول شهادات التقدير الأستاذ الدكتور عباس علي الفحام الأستاذ الدكتور شعلان عبد علي سلطان الأستاذ الدكتور هادي نهر الباحث محمد عبد القادر بوغريطة الأستاذ المساعد الدكتور إحسان محمد التميمي الشيخ حسن يوسف حسين بن نخي نائب الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة المهندس عباس موسى شكرا جزيلا لكم أدعو الآن سماحة السيد ليث الموسى وعضو مجلس الإدارة في العتبة العباسية المقدسة لإكمال توزيع شهادات التقدير الشيخ الأستاذ المساعد الدكتور خالد يونس النعماني الأستاذ المساعد الدكتور محمد خضير عباس الجلاوي الشيخ جاسم حمزة الكركوشي الشيخ عقيل عبد الحر النصراوي نتقدم بشكرنا الجزيل لسماحة السيد ليث الموسى شكرا جزيلا سماحة سيد وأدعو عضو مجلس الإدارة في العتبة العباسية المقدسة الحاد جواد الحسناوي لإكمال توزيع الشهادات الأستاذ الدكتور وفقان خضير الكعبي الشيخ حسين محسن التميمي الشيخ نبيل سرحان الحسناوي خالص الشكر والامتنان للأستاذ الحاج جواد الحسناوي وأدعو عضو مجلس الإدارة في العتبة العباسية المقدسة السيد الدكتور عباس الددى فليتفضل لإكمال ما تبقى الباحث سجاد باقري الأستاذ الدكتور تيسير حميد الركابي السيد الدكتور أستاذ المؤتمر الشيخ بشار ياسر الحلو أيها الأحبة ومع إذان الصلاة ندعوكم أيها الأفاضل وأيها الأكارم لإقامة الصلاة وتوجه مباشرة إلى مضيف أبي الفضل العباسي سلام الله عليه لننال بركة الغذاء في جنبات هذا المكان المعظم والموعد مع مؤتمر الإمام الباقر عليه السلام في الساعة الرابعة مساءً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والشكر الجزيل للجميع اشتركوا في القناة